بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من مقرر مادة الأخلاق المهنية والتشريعات أو Professional Ethics and Legislations اللي هي ASU 113 هنشرح نهاردة ببعض بإذن الله حلقة جديدة في هذا المقرر الجميل جداً على الفكرة والعزيز جداً والله وسهل وإن شاء الله هتجي في دقديل عليه أول لو أنت مش تتابع الدنيا ماشية إزاي وعايز سيارة فنشرح النهاردة تعال ببساطة جديدة احنا قلنا ساعتها أن المنهج في أول محاضرة خلص نزلناها وإننا المنهج 6 ساكاشن تقريباً وأربع محاضرات الأربع محاضرات بيتكلموا في موضوع معين والست ساكاشن بيتكلموا في موضوع آخر الساكاشن بيتكلموا في نص الإسم الأولين اللي هو Professional Ethics إيه الأخلاقات اللي تعملها جوا الشغل بقى والهندسة المفروض تلتزم فيها بإيه والجو ده أو الأربع محاضرات بقى بيتكلموا عن إبادة ساكاشن النص الثاني الأربع محاضرات بيتكلموا عن اللي هو Legislations أو التشريعات بيتكلموا إزاي باب نمضي العقود إيه اللي بيحصل في عمليات المأولة إزاي أوكل حد يعمل لي شغل وأنا ليه علاقة بديك يا مهندس ده إنت ملكش علاقة غير بديه فأنت الموضوع مهم جداً وجميل والأربع محاضرات الأولين بيتكلموا عنه أنا شرحت أول Section اللي هو Tutorial One على أساس إن المنهج يمشي محاضرة Section محاضرة Section اكتشافت في الآخر إن الدكتور قال إن الستة ساكاشن تول هيجوا في الفاينل فقط لكن المترم هيجي فيه الأربع محاضرات الأولينين فعشان كده هنشرحهم إن شاء الله ونبدأ بهم من دلوقتي فإحنا هتلاقي على القناة Tutorial One أجروا الحد بعد المترم إن شاء الله إذا أذكروا ساعتها وأنا أحاول أغير الطرق اللي شرحت بها فيه لأنني طولت فيه جامل الأربع محاضرات دول صدقني هم عبارة عن درس واحد اتأسم الأربع حتت لكن هو يعني أول حتة أصلاً دي ما لا أشتازمة يعني هي عبارة عن أصلاً متضمنة جوا lecture two فlecture one and two دول هنشرحهم من نهاردة على طول الفايلين دول ده فايل صفحة واحدة وده سهل جداً جداً التالت والرابع حرفياً تكمل على ده فلو فهمت النهاردة أعادي أقول لك حاجة لو فهمت اللي هقوله النهاردة كويس وإن شاء الله هتفهمه كويس ما فيش مفر من ده بإذن الله مجاسيبك هتطلع فهمه يعني فهمه إنت ضمنت تقريباً خمستاشر سؤال من العشرين بتوع المتر لو هم عشرين سؤال ولو خمسة وعشرين تضمنت منهم عشرين هم مش يجي غيرهم هو نفس العشرين لازم يجوا هو ده المنهج فالنهاردة ده الكور ده أساس الدرس إن شاء الله ولو الدكتور حاب يطول حتى وجاب من محاضرة تلاتة واربعة لأنه مفي متفاصيل أزياد شوية وسهلين جداً على الفكرة برضو فهيزوي يعجيب عليهم مثلاً إيه أربع أسئلة خمس أسئلة لكن النهاردة هيجيب عليها أسئلة كتيرة لأن ده الكور بتاع فهمك لموضوع اللاربع محاضرات اللاربع محاضرات بتكلم عن إيه؟ عن المأولات كلمة مقاولة إن أنا أوكل حد يعمل لي حاجة نيابة عني وياخد مقابل هذا التوسط أو هذه الوساطة ياخد مقابلها فلوس اللي بنسميه عمية المأولة طبعاً انت بنزالك كلمة مأولات دي ده سمعتها عشرين مرة قبل كده يعني إيه مأولات؟ مين مأولات؟ أنا كنت ناوي أعمل فيديو أشرح فيه اللاربع محاضرات مع بعض فاربع خمس ساعات براحتي زي ما عملت في المحاسبة ويطلع الفيديو ده قيم أفهمك فعلاً يعني إيه محاسبة؟ يعني إيه قصدي مأولة ومأولات وأجيب لك بقى تفاصيل ومن هنا ومن هناك ونلم الدنيا كده مع بعض إيه أنت عندك نظرة شمولية قوية يعني بس أنا عارف أن ده مش يجيد مع الناس خالص فأنا أنا مش بنوعلي بيمشي على الرأي الناس في الحتة دي قوي لو يعني لأ وهتقايد بقى وكده لأ مش قصدي على كده لكن أنا شفت أن ده مش هيبقى عفية شيء فخلينا بقى مع بعض النهاردة نقتحم الموضوع من ناحية المنهج نفهم كل سطر كمنهج ونحل الأسئلة عليه كمنهج وإن شاء الله تتبسط ويعني يصيرك بقى من الفكرة اللي كتفى الناغي دي بقول لي فتعلات لو أنت عندك حاجة يعني هتليني أعمل لك على الدرسة النهاردة فقط فايل كده هسيبولك في الوصف مليان أسئلة MCQ من تأليفة أغلبها من تأليفة يعني بص كل حد دي سؤال 95 ده من تأليفة على المنهج أنا حولت المنهج لأسئلة كل اللي جنبيه نقطة حمره دي أسئلة من الفاينل والمتر هنحلهم كلهم مع بعض بإجمالي أكتر من 130 سؤال تقريم فبس كده فخلينا نبدأ مع بعض الشرح بإذن الله ممكن أعمل لمحة أنا والله إذا برتجل يا جماعة طريتي في الشرحة كلها ارتجال أنا أدلقتي صحة منهم أصلا فممكن نديلك في الأول أو والله إبصد إن شاء الله يعني مش زود عن 10 دقايق أو 5 دقايق وإبصد 5 دقايق أنا هتقايد بهم هقول لك باختصار يعني إيه مأولات ونخش عطول عن الموضوع باختصار شديد لأن الموضوع أعقد من كده وأطول أطول من ناحية إيه إن تفاصيل لكن اللي في الكونسبت هو اللي هولو دلوقتي يفيش أطول من كده عبك أفرع العلم مش علم بقى مجال المأولات اللي شغال حواليك خبرة واختلاط بالسوق أكتر منه علمه وأكاديمية بقى وخد يلا احفظ المعلومات دي ويروسها واربعات أبدا إنت ممكن لو خرج كهرباء خرج التصالات ميكانيكا أعمار أي حتة لو أنت خرج أصلا لو معك دبلوم صنايع لو خرج في خدمة اجتماعية أي حد في الدنيا ممكن يتعلم يشرب السوق مجرد بنع عماير ومباني وشركات وإن كان ده أشهر حاجة بتطلق عليها كلمة من أولاد لكن احنا أو دي أكتر حاجة بنوكل ناس يعملوها لنا لأن هي موجودة في السوق كتير أكتر حاجة بنعملها النهاردة نحب نبني نبني كوبري نبني مبدأ نبني شركة لكن الموضوع موجود في أي حاجة تانية أنا ممكن أوكل حد يعمل لي انا راجل ببيع مثلا أغزية ومفهمش في البرمجة بشيء فأنا عايز أبكي الواحد يعمل لي هو للتطبيق ده فمش عارف ناس مش عارف مبرمجين فقمت جايب واحد وصيد كده في النص قلت له طيب ما تشوف لي المبرمجين الموجودين أم رايح مدور على مبرمجين وجاد خد من كل واحد يوم عرض لأن يقدر يعمل التطبيق ده ازاي وبكام وفين وقدروا التفصيل كامل بعدين جاب التلات عروض دول مثلا وعرضهم علي واتفقنا مع بعضنا وهو أنه عرض فيهم المناسب العملية دي عملية مقاولة وانت فكر ايه ده اللي هعرفولك دقاتي في غضون عشر دقايق طبعا انت ببص تحت اللقاتي على الطايم لاين لقيتهم 50 دقيقة طيب تعال في صفحة جديدة تحتك ده وبيختصار شديد بص يا صديق الدنيا سنة الحياة عشان تعرف أي حاجة في الدنيا مش أي علم بس أي علم أي مجال أي فكرة عملية البشر عملوها زي كلمة المقاولات اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي كلمة المقاولات هي المقاولة علم المقاولة عافيكها مقاولة في اللغة العربية هتلاقي تعرفها كده افتح المعجم الوسيط مثلا أو المعجم الوجيز أي معجم من أو المعجم الكبير أي معجم من إصدار مجمع بحث المجمع اللغة العربية اللي موجود في القاهرة هتليهم معرفين عمين تعريف للمقاولة انها عملية في عملية مالية بيتم فيها توكيل حد لأنه يعمل لك مصلحة معينة ومقابل توسط بتاعه ده او مقابل تولي لهذه المهمة عنك انت بتديه انت مقابل ده فلوس طيب تعال نفهم ده بقى نزق معناه ايه؟ ويه الدنيا فيه؟ اي مجال في الدنيا زي مجال المأولاد او غيره قد ما تبدأه هيحللك اشكالية جداً لو فهمت احنا عملناه ليه؟ يعني البشر كانوا يقدروا يبنوا بيوت ليه نبنيها عن طريق مئاول؟ لو فهمت ايه لازمة المأولاد؟ ليه تحطت؟ هتعرف بمختصار شديد هي اي 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 على الأقل الموضوع يبقى بالنسبة لك ايه؟ فيه ريزنينج فيه منطقية الموضوع معمول ليه؟ لكن مفعش اقول لك اصيحنا ايه؟ عايزين ابني واحد عايز ابني بيت فامريح جايب مئاول تقول لي ثانية واحدة ليه جايب مئاول؟ طب ما يجيب ناس تبني على طول مثلاً يعني لو مفهمتش ايه لازمة المئاول مش تعرف تفهم الدنيا ماشية زيه طب تعال نشوف ايه الفكرة في المأولاد؟ طيب تعال في صفحة فاضية اين هو؟ بص باختصار شديد عشان تفهم ليه اتوجدت حاجة اسمها المئاولات؟ او ايه فكرتها ببساطة شديدة؟ احنا سنة الحياة ان الناس مش كلها عارفة كل حاجة انت على سبيل مثال شخص اهو واقف جميل سننا نعمل كده اهو شخص واقف اهو الشخص ده بنسميه الاونر يعني راجل معه فلوس باختصار شديد الاونر ده ممكن يكون خريج مثلاً كلية امه او ممكن بمعوش تعليم او ممكن اي مثل في الدنيا ممكن يقمعه فلوس وخلاص ممكن هو راجل بيبيع اغذية بيبيع البان ممكن هو واحد مثلاً بتاع محاصيل زراعية بس معه فلوس عايز يبني مبنى هل هو درس الهندسة المدنية؟ لا هل يفهم اي حاجة في البناء هيعرف الطوب والزلط وانواع الرمل وانواع الصبة والخرصانة وطريط الاواعد ونعمل كم مش عارف ايه ولا يعرف اي حاجة يعرف نحط كم سيخ في العمود ولا يعرف الهواء بطبيعي ده الدنيا كده وخلي بالك الطرف اللي هيعمل له الحاجة دي ما يعرفش في الزراع عادي خالص ما هي دي سنة الحياة زي ما انا باجه اشتري من المؤونر ده اللي ممكن يكون مزارع على سبيل المثال باجه اشتري منه خضروات ومحاصيل زراعية وهو قدرى مني بالتقاوي والزرع والقلع انا قدرى منه بالهندسة المدنية فالحياة تكافل يعني لو عايز تفهم فكرة المؤولات وفكرة غيرها كمان دايما هتلاقي بتصب في خانة واحدة فقط ان البشر كله بيتخدم على التاني عشان يبقى مصالح ايه مشتركة انا عادي اقولك ده ممكن يعتبر احد اشهر او اكثر الاشياء شيوعا في تبرير العلوم يعني تبرير العلوم ليه العلم ده بيستخدمينه او ليه المجال ده موجود ليه في طب عشان الناس بحتاجة لتعالج في واحد مريض واحد يملك العلاج فبدأ اللي يملك العلاج يديني المريض لان المريض بيحتاج علاج باختصار شديد زي ما المريض ده ممكن يكون في يوم الايام بعد ما يصح ويتعافى هيكون هو مزارع وبيديني محاصيل زراعية فانا كطبيب محتاج اكل المحاصيل الزراعية المجتمع كمجتمع اجمالي كده هو ده اللي بتدرس في كتب العمران البشري عبارة عن اسهم راحة وجاية اسهم راحة وجاية كله بيخدم على كله عشان تأخر المجتمع يتكامل ويطلع في النهاية لو انت مفكر ان في حاجة على وجه الارض اي بروسس على وجه الارض بتتم كده من غير سبب يقحب نعبس يبدأ عبس والله لو انت فكر ان فيه اي علم او مجال موجود ما بيخدمش على حد ولا فيه طرفين فيه طرف يملك وطرف بيأخذ يبقى انت عندك اشكالية العلوم كلها كده والمعارف والمجالات والشغل كله عبارة عن طرف يملك خدمة معينة الاخرون يحتاجون اليها فبيعطيها ليهم طب ليه اللي يجبيروا على كده ما بياخد منهم مقابل وهو المال المال ده عملة موحدة يقدر يشتري بيها منهم ما هو عندهم مما هو يحتاجه فتلاقي العملية راحة جاية فده اللي هنشوفه دلوقتي فالراجل الاونر ده يملك فلوس محتاج يعمل بيها ايه قالك انا جاتلي فكرة في دماغي كده انا عايز ابني انا عايز ابني مبنى مثلا عايز اعمل بيت عشر طوابق جنب الارض بتاعتي اي مثلا او في مدينة او عايز ابني في اي عندي حتة ارض شريعة في مدينة نصر عايز ابني فيها عمارة عشر طوابق هل انا نفهم في الهندسة المدنية لا طيب هل انا اعرف ناس تعرف تبني مباشر يعني هل انا اروح اتواصل مباشرة مع العمال لا الحياة مش مش كده لان العمال لوحدهم من غير اشراف ولا ادارة مش كافيين لبنى المبنى احنا محتاجين واحد يبقى لسم واحد يقفاهم في الخرايب بتاعت المنطقة واحد فاهم الزوايا والطرق لتاعت التصميم وهيصمم المبنى بقانه عدد وبقانه شكله وبقانه زاوية وبقانه ألوان ومداخل المبنى ومخارجه حوارات كتير قوي احنا الناس مهندسة وفاهمين الكلام ده احنا كناس دخلنا في الكلية انت فاهمي لا فيش حاجة تتعمل بالطرق دي اللي هو كده يالله هات اي حد يعرف يحط الحاجة جنب بعضها وهيصمم الشيء لا فيه ستاندرد وفيه معايير وفيه سبيسيفيكيشنز كل دي حاجات هنشوفها النهاردة انا بشرح على اللي هتحتاجه في منهج لكن الموضوع كان ممكن يتقالب تراية مختلفة فالراجل ده ما يعرفش الهندسة المدنية ولا هيقدر يروح للناس اللي هتبني كعمال مباشرة فبدأ يعمل ايه بدأ يجيب حد قريب وسيط طب السؤال بقى المهم الوسيط ده اتواجد ازاي كمهنة كوظيفة في الجوب ديسكريبشن بتاعه ايه اللي خلنا نخلي ان فيه جوب ديسكريبشن اصلا او ان فيه جوب طايتل بالاسم اللي هنقوله دلوقتي حالا من غير ما انت تعرفه لان هي مبدأ عام نفس الاجابة على فكرة العلوم ليه العلوم توجدت ليه المجالات موجودة عشان بتخدم حاجة في المجتمع طب ليه الوظيفة توجدت كل وظيفة توجدت لاني ما نقدرش نستغنع عنها كل واحد بيسد احتياج في الدايرة بتاعتنا الموضوع مش مجرد طرفين دلوقتي الموضوع هيبقى متعدل هنشوف دلوقتي الدنيا ماشية ازاي فالرجل ده عارف ان فيه عن ناحية تانية فيه ناس عمال وناس تقدر تبني ومش عارف ايه بس محتاج جانب علم شوية فهيروح لواحد اهو ممكن نعملها بسهم مختلف هنقول الراجل ده هيروح اهو هيروح لواحد بنسميه احنا ايه ادي فرد تاني اهو ده باختصارش ديد اول لان الموضوع اكبر من كده هيروح لواحد احنا بنسميه او انا بنسميه كونسولتنت اهو كون كونسولتنت اول هو ايه خلينا نقول ده المالك وده بنسميه استشاري استشاري يعني استشاري باختصار شديد واحد فاهم في الموضوع بشكل نظري هو عفكة في يوم القائم وكي يكون اشتغل حاجات أقل من كده لكن هو مهندس في الغالب او بيكون مهندس كبير شوية فاهم في الدنيا وبيعرف يصمم المباني وبيعرف يعمل ويشوف الدنيا ويفهم فكرة الراجل الاونر ده او اللي هو المالك عنده فكرة في دماغه عايز يحولها الكلام علمي بقى شوية هو عنده فكرة ان العنوان عايز مبنى الراجل ده فاهم المبنى هيتعامل ازاي فيقوم مصمم له اللوح والخريط والتفاصيل والورق والعقود والجو ده كله الاستشاري ده حلقة وسيطة حيضا كتتحطه في دماغه انه هو جانب علم شوية جانب اكاديمي شوية فاهم الموضوع من ناحية المعايير والجو ده بس في نفس الوقت الراجل ده فاهم اه الموضوع نظري شوية بس مش زيه زي الاونر خالص لان ده يمتلك العلم يقدر يشرف بيه على الناس اللي هيجوا في الخطوة التالتة ان يقوم الراجل ده عامل ايه بقى اللي هو الاستشاري ده يقوله طيب انت عايز تبني مبنى انا اصمم لك المبنى ده في صورة ديزاينات اعمل لك ديزاين لي واعمل لك رسومات لي واعمل لك مكت تفصيلي بس على الورق يعني اواريك نموذج مصغر كده على الورق ممكن لابنقول لك بشكل اقرب شوية اواريك سيميوليشنز على سوفت وير لو هو مش مبنى لو اي حاجة تانية حبنتكلم بشكل عام هيعمل لك شوية حاجات كده تفهمك الايه انت عايز ايه هيحول لك الفكرة اللي عندك هو هيزود لك عليا ويوريك هممكن تبع عاملة ازاي على الورق كله يقول لك ايه رأيك في الجو ده تقول له تمام انا عايزة بقى يعمل للاستشاري المال انت للأونر بتقول لي للاستشاري انا عايزك تجيب لي حد ينفذ ده انا ما عارفش هينفذه ازاي والاستشاري مش بتاع بونا ان هو يتزل بنفسه يجيب توب وزلط في الغالب حم نتكلم في الغالب فيه ساعات الاستشاري بينزل لنفسه ويباشر ده وساعات عايزة اقول لك الاسشاري ده سعب يقعه ومآول أصلا لسه هنتكلم في دي المهم للشير ده بيعمل إيه؟ بيقوم ويخد التفاصيل اللي هي الورق اللي معاه ده ياخد مجموعة المستندات دي أهي مجموعة مستندات أهو مجموعة ورق فيهم الديزاين والتفاصيل والخرايط والجودة كله والمطلوب مطلوب نبني مبنى بهذه المعايير والمواصفات وبيحط هنا كل التفاصيل يعني عايز يقول لك بص لو حد قرى الورق ده يعرف المبنى عايزه إزاي فيه كم متر مش عارف إيه فيه كم قعدة فيه كم عمود فيه كم خرصانة فيه كم إيه كل التفاصيل بتكتب جميل بيكتب هنا هو عايز إيه باختصار ويبدأ ياخد دي ويعرضها على مين بقى على الناس بنسميهم المقاول المقاول ده حد إيه زي ما تقول كده كبري كبري يعني حلقة وسيطة الحلقة الوسيطة دي هي إيه بقى هو عبارة عن شخص خلي بالك هو اللي بيختار أن يشتغل مقاول يعني هي مش حاجة كده بيخرجوها فيش كلها بتخرج مقاول يعني هو فيه شخص كده اسمه إيه اسمه المقاول بس خلينا نقول نحن عندنا مقاول واحد وعندنا ممكن مقاول تاني فيه ناس كده شغالة مقاول المقاول اثنين وعندنا ممكن واحد تالت اسمه المقاول الثالث المقاول تلاتة جميل فيه تلاتة هم شغالين مقاولين الراجل اللي اشتر ده ايه الميزة عنده انه أولا عارف الجانب العلمي ثانيا بيكون بمرور الوقت اكتسب خبرة في السوق فعارف ناس شغالة شغلانة المقاول ده كتير طب السؤال ايه المقاول ده بقى المقاول ده اولا ممكن يكون فاهم في الموضوع بشكل عملي اكتر يعرف يصب الخرصانة يعرف يتواصل عارف عنده معرفة كويسة بالشركات اللي بتبيع الرمل والطوب والمش عارف ايه المحاجر والجو ده عنده دراية بالسوق اكتر دي شخص ادرجي كده ابن سوق ابن بلد عارف الدنيا تحت ماشية ازاي اكتر من الاستساري شوية الاشتاري خلي بالك هو مش مهتم هو يعني مش حاجة نقصة عنده هو ممكن يعرف ده بس هيه مش مش شغلانة هو الدنيا مع الوقت المضاعبها اكبر يا معالي حب نتكلم في مشروع هيكلف خمسين لمية مليون مثلا فالموضاع طبيعي يتقسم التاسكس تتقسم على الناس يعني واحد يقول ليه ما يقومش بيها واحد فقط ليه الاونر معملش كده ليه هيعطل عمره يتعلم انت جاي تبني مبنى انت عايز تدوس على زرار تبني المبنى او ترمي الحملة على غيرك هو يكمله فكل واحد هي المهمة الكبيرة هي كل واحد يخدها بينقص منها حتة مثلا ده عمل منها الجزء ده والدهل اللي وراه ام المقاول خدها عمل منها نصها الدهل العمال عمله مش عارف ايه المهم المقاول ده وظيفته ايه بقى هو اللي عارف الدنيا شوي عارف السوق عارف الجانب اللي على الارض مش زي الاستشاري نظري وخلاص انا بدي مثل والحاجات دي للأسف مش بهذه السطحية فيه تفاصيل اكتر والدنيا على الارض مش ملهاش طنبة يعني ممكن وارد تقابل في مرة استشاري هو مقاول اصلا وممكن تقابل في مرة استشاري وممكن تقابل مقاول بيقوم بيتواصل مع المالك مباشرة نخلي بالك ساعات المالك بيعمل سكيب لخطوة الاستشاري بيكون مثلا جايب معايير جهزة للمبنى معين ويروح يديها المقاول على طول اي مثل وساعات المقاول بيكون من كتر شغله مع الاتشاريين بيبقى اكتسب خبرة نظرية شوية يقدر عنده ايه حاجات مكررة فده انا بقوله ده نموذج واحد احنا بس سننوصل للفكرة فالمقاول ده عارف ايه اولا ليه في السوق شوية ثانيا عنده شوية فهم في موضوع البنى نفسه انا بدي مثلا في موضوع البنى وكمال حاجة اهم بقى عنده خبرة على ارض الواقع كل واحد من دول عنده عارف ناس اهو اهو عارف شوية ناس كل واحد من دول ممكن ناس او شركات خلي بالك اي حاجة هنا هنقولها ممكن تبقى افراد او شركات او مؤسسات يعني مثلا اهو مثلا كل واحد يوم مثلا نقول عارف ثلاثة جميل ثلاثة افراد ثلاثة مؤسسات الاخيرة ممكن يبقى اكتر بنسميهم ايه الثلاثة دول بنسميهم مقاولين من الباطن مقاول الباطن او بنسميهم سب كونتراكتور خلي بالك كلمة استشاري زي ما قلنا كونسلطن كلمة المالك اسمها اونر لانك هتقرأ منهج في الاخر المقاول بنسميه كونتراكتور كون اي حتى بالانجليزية مشهورة كلمة كونتراكت عايز افهمك كلمة كونتراكت الوحدة معناها عقد عقد عارف لما نيجي نمدي عقد حاجة ملزمة للطرفين يعني انا وانت عايزين انا مثلا عايز اقولك ان انا هشتري منك العربية بتاعتك فبنمدي عقد بنعمل عقد ونكتف فيه ان فلان اللي هو صاحب العربية تعهد ببيع العربية دي لفلان اللي هو الاولان الشاري او المشتري مقابل ان يعطيه الشاري مبلغ الف جنيه اي مثل اللي بنسميه ده اسمه عقد عقد الزامي لو سلمتك العربية لازم تسلمني الالف طب لو امتلع واحد من الطرفين عن الالتزام بالعقد يتم محاكمته قضائيا فده بنسميه كونتراكت طب خلي بالك طب ملاحظ نعمل ده كله مليان عقودة لاني مي ايه انا بتعاهد المالك بتعاهد للإستشاري اني يعمله المهمة دي وهو المتوكل بيها فبيمضو عقد منهم بيعاد غالبا ورقة ورقتين كده سهل يعني بس تفاصيل العامة والإستشاري بيتفن مع مقاول منهم في الآخر هو تلاتة قدامه اختيارات اختار واحد منهم في الآخر ويمضي معاه عقد انه هو يتوكل بأداء المهمة دي كاملة لواحده وده بيروح في الغالب ما بيمضوش عقود في المرحلة اللي جاية دي بس ممكن يمضي لو الشركة لو المشروع كبير يمضي مع المقاول الباطن مع مقاول الباطن عقود ليه بقى بنتكلم انه كلها عقود صح كده ففكرة عقود جاي منك اسمها فبنسمي انه عملية مضيان العقود دي انك تمضي عقدة مع احد او تعمل فعل الزامي مقيد بعقدة بنسميها عملية خلينا نقولها بالبلد كده عقدية بس هنقولها ازاي بقى قالك نسميها مقاولة مقاولة يعني ان انا بتعهد لك انك تعمل لي حاجة مقابل عطاء مالي هدو لك انا من عندي العملية بتاعت الاتفاق فينا دي بنسميها عقد او بنسميها مقاولة انني قاولتك انا عايز اكتفهمها كده باللغة العربية هي دي معناها فبنتقول بقى ايه contract معناها عقد بنقول بقى contracting contracting معناها منقولش بقى عقدية مفيش حاجة اسمها كده او عقائدي ولا ملهاش فقلنا نتسرجمها ايه باللغة العربية قالك بنسميها مقاولة يبقى contracting معناها مقاولة ايه هي المقاولة هو ده شرحها في واحد بيتعهد للتاني انه يعمل له حاجة مهمة معاناة task معاناة مقابل عطاء من المال فده بنعمل بنسميه عقد بنسمي بقى الاسم منه او النون منه بنسميه contracting اللي هو ايه المقاولة ده كلام جميل جدا في بقى المقاول اللي في النص ده تعهد لايه تعهد الاستشاري ان هو هيعمل له المبنى هو اللي هيتكفل ببناء المبنى ده كله المقاول هيعمل بعض الحاجات وفيه حاجات هوا مش متخصص فيها ما هو مش بتاع كله تعرف المبنى ده يعني ايه المبنى ده يعني ببان وشبابيك ومحارة وبياض وصبة وخرصانة وعواميد ايه واحد وفي الاخر بقى نقاشة وبدهان ودهانات وتشتباط وممكن فرش لو حبينا كمان وبلط وصراميك واسباكة ونجارة هو هتفكر انها حاجة واحدة فده لو فهم كل ده يبقى ده سوبر تنين ده مفيش كده فبيبقى عارف نين بيبقى عارف واحد في كل حاجة هو عارف شخص بتخصصه بتاع صراميك واحد تاني بتاع ارضيات واحد بتاع دهانات واحد بتاع مثلا ايه انا بدي تخصص في الشركات في المشاريع الكبيرة بيجيبوا حاجات ان دي تيل قوي بيحبوا التخصص يجيبوا واحد في كل حاجة طبعا لو مبنى عادي من اللي جنبوكم في الشارع مبنى ثلاث طوابق او اربع طوابق احنا في الغالب بنجيب واحد بتاع كله بقى في الاخر وبيقوم مقفل الدنيا بس اللي حنتكلم في النموذج المثالي ونجيب واحد بتاع السباكة هيقفل سباكة الشقة كلها واحد بتاع الكهرباء يعمل كهرباء الشقة كلها انا بدي مثل طبع كل دول هم اللي في الاخر هيقوا عاملين ايه تحتهم الصناعية العاديين يعني ممكن يكون ده صناعية اصلا وممكن يكون مش صناعية ممكن يكون مئاول بس ايه اصغر شوي مئاول فرعي بنسميه سبب كنتراكتور ده بنسميه ب Pandemie لمن ده اللي بتواصل مع الanya Musik مباشرة ال95 لديه تحت subcontractor sub disappointing déb مش عهد فاكتب ليه لقد che بنسميه مئاول من الباطن أو مقاول فرعي، سميه زي ما تحب مقاول البطن ليه؟ لأنه هو أولاً أصغر شوية من المقاول الرئيسي اللي بتوصل مع الانستشاري زي إنه هو بيكون متخصص في حاجة معينة أكتر فعشان كده ممكن يبقى عندك أكتر من مقاول البطن طيب، وكل مقاول من المقاولين البطن دول بيقى موكل بمهمة معينة ده بتاع صراميك ده بتاع مش عارف إيه إلى آخره، طيب خليه نرجع بقى للقصة بتاعتنا أصلاً خلي بالك الثلاث مقاولين دول احتماليات، ناس موجودة في السوق الانستشاري عارفهم كلهم طيب، الانستشاري عمل إيه؟ خذ الفكرة من الأونر حولها لشوية ورق بناء على خبرته عمل شوية ديزاينات بقى وخرايط والجو ده وصل بيه لنتيجة معانة من التفاصيل التفاصيل ده يتعرفه إحنا ندفي مع معاقنه مقاول من دول لأنه هو بالخبرته في السوق عارف إن المقاول ده بيقى شطر في حاجة معينة مناسب أكتر للشركات مثلاً لكن المقاول ده مناسب أكتر للمباني الصغيرة ده من مناسب أكتر للمباني التي مش عالة للفلل، مثلاً أنا بدأ أي مثلا فبيناءً على التصاميم اللي حط أو نوع عقد المقاولة حدد نوع المشروع الذي عايزه وبيناء على فهمه هو للجانب العلمي هيبدأ بقى يدور على إساسه على عدة مقاولين هي ينمسك الورقة يروح يعرضه يعمل ايه؟ ممكن يعرضه مباشرةً على حد هو معرفة مثلاً وده اللي بيحصل في السوق على فكرة او لو مشروع كبير او بيعملوا في شكل حاجة اسمها منقصة منقصة يعني ايه بقى ركز معي احنا عندنا مقاول واحد ومقاول اثنين ومقاول ثلاثة على سبيل مثال ممكن يبقى اكتر ممكن عندنا على وجه الارض مئة الف مقاول كتير جداً يعني فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة زي مزاد شفت المزاد بتاع زمان ايه تعريف كلمة مزاد عشان انت فاهم عندنا سلعة معينة ومنقول لجماعة اللي عايز اشتري السلعة دي احنا هنبدأ مثلاً بألف جنيه مين يزود؟ واحد قال لنا اشتريها بألف ومية واحد قال لي ألف ومتين او لحد ما ترسى على واحد اشتريها بألفين جنيه ده اللي بيكسب المزاد وبياخد السلعة هنعمل حاجة شبهها كده بالظلط نطلع على ستيج كبيرة على مصرح مثلاً والرجل بيقف فوق ويقل أيوة يا جماعة معنا المشروع الفلاني مين يقدي المشروع ده تفاصيله؟ واحد اتنين ثلاثة طيب أقولك بالبقي ليه؟ طيب ما اخدو الورقة طيب أدي ورقة اتنين ثلاثة اربعة قدل المشروع بتاعنا يا جماعة يا رجل لعمره ما هيبقى قايف بالشكل ده جميل قدل الراجل إقعد تحته ورجله حتى ايه؟ واقف على الارض ولا ايه بتاعه مهم قالك أنا معي يا جماعة الورقة بتاع المشروع والمشروع بيقول والخرايط وعايزين ننفذ العمارة دي مين يا جماعة يقدر او يعرض ان هو ايه يجي ناحيتنا كده ويعمل المشروع يتوكل ادارة المشروع ده قاعد قدامه مين قاعد قدامه على سبيل مثال هو عمل اعلام في الجرائد ان انا هعمل الشيء اللي انا بعمله دلوقتي ده العملية دي عملية عرض المشروع وقبول الطلبات عليه هعملها يوم كذا عرض في الجرائد فحضر ثلاثة مثلا حضر ثلاث مقاولين حضر ثلاث مقاولين او نمكن نقول رقم اكبر شوية نقول حضر خمس مقاولين اهو مثلا حضر خمس افراد مهتمين افراد او مؤسسات ده المقاول واحد ده اثنين ده ثلاثة ده اربعة ده خمسة كل واحد فيهم عبارة عن ايه مقاول عادي في السوق وشغاله والدنيا حلو جي عشان مهتم يعرف الدنيا دي ويتنفس عليها فالمشروع قال له الراجل ده قال لهم الطلبات اللي فيه اللي احنا عايزين نعمل مبنى تفاصيله ان هو يكون مثلا عشرة دوار فيهم واحد اين ثلاثة بالسعر الفولاني في الغالب ما يزيدش عنه لسه نعرف بقى انواع المناقصات ده في الدرس اللي جاي او اللي بعدي ان شاء الله انواع المناقصات المختلفة ايه اللي هيتعمل في عقد المناقصة نفسه هل هل حدد سعر سابت والناس دي تلتزم به ولا نقول لهم بصوا احنا عايزين القطعة في اي حاجة تقب كذا عايزين يا جماعة متر البلاط بالف عايزين متر مش عارف ايه بخمسمية وانت بقى يعمل العمارة بمعرفتك بس ام حاجة تتزم بالسعر ده لكل يونت هتلاقي بقى انواع اللي احنا فد ده مثلا متاع السعر السابب نسميه لامسن ده من سميه الفكسد يونت هدد لك انواع كتيرة بس سميه جوقتها والله حتى ما انا ما عافش المانهك في ايه فانحنا انا كنت اقول لك الموضوع بشكل جنرال يعني لك انت كفائدة المهم فيعرض قدامهم وهم عادين كده تفاصيل المشروع كاملة ويوزعها عليهم خد يا ابني فايلة هو في تفاصيل المشروع دي كلها وخد وخد وفي الاخر ايه اللي هيحصل الراجل ده عمله دلوقتي انه هو عرض المشروع في مناقصة بنسمي العملية اللي حصلة دلوقتي دي اللي انك تعرض المشروع بتفاصيله على ناس جاية بسبب الاعلان اللي انت عملته عشان تختار منهم واحد هو اللي يتولى المشروع العملية دي بنسميها مناقصة عكس مازال عافك شبه كلمة مازال بس بقى ايه اللي بتكلمة مناقصة عافك كلمة مناقصة في لغة العربية هي شرحها الـ operation اللي حصلت دلوقتي او الـ process دي مناقصة دي بنسميها ايه تندرينج تندر عارف تندر تندر كلمة تندر يبقى تندرينج يعني ايه كلمة تندر واحدة بس اللي هي العملية الوحدة اللي حصلت دلوقتي يعني الرجل ده عمل تندر الاسم بتاع الفعل نفسه بقى على بعضه كده هو الـ action نفسه اسمه تندرينج تندرينج يعني مناقصة وصعب بنسميها تندر بس على فكرة يعني ايه كلمة مناقصة ان فيه واحد دعا الناس لكي يروا مشروع معين ويقدموا ما يستطيعون ان يفعلوا تجاه هذا المشروع ليختار منهم واحد ليكون هذا الشخص اللي يختاره ده موكل بالقيام بهذا المشروع وإكماله ويبقين خلاص يروحه فهم الفكرة ايه؟ نفس فكرة المزايد واحد اللي بيشتريه والباقي بيروح اللي بيرسع عليه المزايد هنا بقى اللي هترسع عليه المناقصة اللي هترسع عليه التندرينج ركز في الألفاظ تندرينج طيب بعد ما الناس شافت هلها تقعد ساكتباوي ونروح بعدها لا طبعا فكل واحد من دول يقول له ايه الرجل الاولاني بعد ما شافت الكلام ده قال له جميل انا المشروع ده اقدر اعمله اولا يديله حاكتين ده يعني ان جنرال كده يدينه كلام تيكنيكل ويديله كلام فاينانشل يعني يقول له نقدر اعمله كتيكنيكل هعمله بالمواصفات واحد واثنين وتلاتة يعني نقدر اعملك العشر طوابق بأرضيات مش عارف نوعها ايه بتشطيب سوبر لوكس بمش عارف دهانات خام مش عارف ايه جو ده كله اعمل لك بعشرين عمود وكل عمود يبقى فيه كم متر حديد مش عارف ايه وحط لك الرمل ونحفر تحت اربعة متر ونصب المكان ده الى اخره وهيخلي بالك والتيكنيكل ده ممكن يجي معا حاجات تانية يقول له اعمله لك في اخداء خلال ثلاثة شهر او خلال سنة او خلال سنة ونص اعمله لك اه وجانب الفاينانشل بقى هعمله لك مثلا ده تقريبا هيكلفني اتنين مليون فالكلام ده مش هيجي معايا انت بتقول لي مليون بس لأ هو تقريبا اتنين مليون طيب ده الراجل اولاني الراجل الثاني هيقوم مقدم العرض بتاعه فيقول له نفس الكلام انا اقدر اعمل واحد دين ثلاثة وفاينانشل اقدر اعمل واحد دين ثلاثة هيقول له رأيه في المشروع انا اقدر لو عايز ناخد المشروع ده ما الشروط الكونديشنز اللي اخده على اساسها والتاني هيقدم والرابع هيقدم والخامس هيقدم كل واحد فيهم هيقدم حاجات تيكنيكل وحاجات فاينانشل حاجات تيكنيكل حاجات فاينانشل جميل جدا كل واحد يوم اللي عمله ده اسمه ايه اسمه تقديم عرض عرض او قال له انا عايز انا اقدر اعمل ده بزي او لو حبيت اخد المشروع بتاعك ما الذي سأعطيك اياه في مقابل اخذ للمشروع ده يعني بالبلد انا هسلمك ايه ماذا سأعطيك فبنسمي ده عطاء عطاء بنسمي ده الراجل ده عمله عطاء او بنسميه عرض اقول لحاجة انسى كلمة عطاء دي بنسميه عرض جميل ده عرض سعر او عرضه خلاص عرض واحد ده الراجل عرض عرض البتاعه لأداء هذا المشروع ايه اللي يقدر يقدمه لنا وسعب بنسميه عطاء على فكرة وعطاء دي تسميه احسن كمان بس يكمل التسميه العرب دلاتي لانه هي ايه مش فقدة في المنهج طيب والتانية قال لك ده عرض عرض اتنين اللي عمله ده اسمه عرضه قال لي نقدر عمله بمقابل كذا بتفاصيل كذا كل واحد يوم ليه عرض مختلف وده عرض ثلاثة اهو وده عرض اربعة وده عرض خمسة بنسميه بالانجليزية ايه بقى انا عايزك تمسح كل الكتابة المكتوبة دلاتي اه ممكن نكتب تحتها خليها موجودة ده هم كاتبين تحتها كده كل واحد يوم يقدم حاجة اسمها بد بد انا عايز دول مختلف معلش اتعب تنول اتعب تنول اهو بد وان بد مش بالإي اللي هي سرير لا بالآي بد هنا معناها ايه عطاء او عرض يعني انا بقول لك انا هعمل مشروعك مقابل ايه مقابل عطاء مني انا المشروع بتاعك ده هاخده وده اسلمه لك ازاي بقى واسلمه لك بقى انه طريقة بقى انه مواصفة بقى انه فلوس هتدهان انت اللي انا ايه رأي رأي المقاولين اللي عادين تحت دول ده من ساميه بد بد ثلاثة بد أربعة بد خمسة يا مصطلحين ده المهمين جدا 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 فيه حاجة اسمها تندرينج دي البروسيس نفسها انه فيه شخصة هو دعا الناس في جرائد رسمية في الى اخره هنعرف داتي طرق الدعوة دي ازاي دعا الناس عشان يعرض عليهم مشروعه عشان يشوف مين منهم وياخب منهم اولا وبعدها ياخب منهم عرضهم وفي الاخر يرسل كلام على ان يوافع على عرض واحد منهم هو الانسب عشان يخليه يتوكل ويحمل هم او يحمل مهمة انجاز هذا المشروع طيب العروض اللي تقدمت دي بنسميها ايه بنسميها بيتز 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 معناها عروض او عطاءات والتندرينج اللي هي المناقصة نفسها العملية اللي حصلت نفسها طيب السؤال اول حاجة الرائل ده بيعملها ايه للاستشاري اللي واقف ده هو الاستشاري في الغالب وبيكون بحضور الاونر بس ليه الاونر ما ينفعش يجي لوحده لانه مش فاهم الاونر ده ممكن يكون واحد ده ما تلك مزارع ممكن يكون نجار ممكن يكون اي حاجة في الدنيا مش شرط تخصصه ان يفهم في الحاجات دي اصلا وده مش عقب فيه ولا ايه ده الطبيعي زي ما لعدين دو كلهم مش همين في اللي هو فاهم فيه سنة الحياة لك عشان كده هو جايب الاستشاري اما هو بيدي فلوس للإستشاري ليه في مقابل هذا الشيء انت بيبع له خدمة احنا مش دائما يا جماعة بنشتري منتج بنشتري منتج او خدمة او سيرفوس الراجل ده الستشاري بيقدم للأونر سيرفوس قوية جدا انا ادراعك اليمين انا النظارة بتاعتك انا ما سترى بيه العالم اللي انت مش فهم فالراجل الستشاري ده نفودي يكون مقمون بقى عشان كده منش بنروح لأي استشاري حان مندور على استشاري عايز تعرف نجيب استشاري ازاي اما بنخش على النت بقى ندور ونشوف الاستشاريين الموجودين ونطلب من كل واحد يدي لك ايه سابقة اعمال قل للستشاري انا عندي فكرة عايزة ابني بيت ووريني البيوت اللي انت بنتها قبل كده دي حاجة عالجنب لك وبعد ما توريني ووريني الزباين بتوعها اللي هم كانوا اصحاب البيوت دي اما جولك فيهم الايام هات ارقام تليفونتهم تقوم داخل متكلم الناس الراجل ده كان شغال معاكو حلو ولا لا يعني اقعد فاكرة احب نروح نختار الستشاري ده عمياني لا برضو بنختاره بفهم يعني ده كله كنت انا اقوله والله فيديو كبير فكان هيبقى حاجة دازمها يعني بسي الله مش مشكلة مش نصيبك جميل فالتشاري ده بيعمل ايه بناء على فهم هو للجانب التكنيكل وكمان ممارسته للموضوع لمدة طويلة ففهمه للجانب الفاينانشل بيبدأ يشوف اه ده كويس من ناحية ايه بيبدأ اول حاجة يشوف الجوانب التكنيكل ده هيعمل لي البيت غلط اصلا مش وفقا للرؤية اللي انا عايزة وده برضو مش احسن حاجة ففضيلي التلاتة دول ايه بدأ ايه مثل جميل طيب التلاتة دول الجانب الفاينانشل بتاع ده مش مقبول ده نص نص ده مقبول طيب ما خلاص نرسي على ده او ام اخذ الفكرة بتاعته مثلا او ام اعرضها على ايه اعرضها على الاونر والاونر اللي اعجي جانبي ده يتبسط فيقول لي اه تمام اتوكل على الله السعر ده مناسب الدنيا حلوة المبروك يا جماعة البد خمسة هو اللي كسب المناقصة دي ورسيت عليه المناقصة رسيت على ايه على العرض الخامس بتاع المقاول رقم خمسة هو ده دلوقتي ايه بقى الاربع ده هل يعملوا ايه هيروحوا خاوين الوفاة خلاص الدنيا خلصت ملهمش نصيب في البيعة دي فييجي رقم خمس ده بقى يبدأ يشتغل مع ايه مع الاستشاري والاونر في انهم يبدأوا ينفزوا المشروع طب هينفزوه ازاي نتكلم شوية قبل ما نقول بس خلي بالك اللي احنا ماشيين فيه حتى الان اول حاجة خلص انا وقفت اشوف المدة اتصدمت لقيتنا داخلينا على نصف ساعة فلا لا لا لازم انجز صراحة لو وصلت نفسي مش هنخلص يعني المهم دلوقتي اكتمع التلاتة بقى الاونر مع الاستشاري مع الايه المقاول اللي كسب المناقصة او الريس يتعليه المناقصة عشان يبدأوا يتفقوا على المرحلة اللي ايه احنا مجرد شفنا المشروع الاستشاري شاف المشروع مع الاونر خلي بالك من النقطة دي اللي لما الاونر بيروح للأستشاري فيه نقطة كمان الاستشاري بيقدمها غير اللي انا قلته غير ان هو يصمم الورق ويعمل الديزاين بتاعه ومش عارف يكلم المقاولين فيه حاجة اهم الاستشاري ده فاهم في السوق غالبا يعني فيه استشاري عقارات ده فاهم قوي في سوق العقارات فانت رح تقول له ان هو عارف ان مش هيتبع فيه ولا شقة فبيدي لك خبرته كمان خلي بالك من النقطة دي الاستشاري بيعمل معاك منقشة اللي حاجة اسمها ايه بيعمل دراسة جدوى دي نقطة خطيرة الاستشاري ده فاهم في السوق فبيعمل معاك دراسة لجدوى هذا المشروع بنسميها الدراسة جدوى شفت لما قولك ما الجدوى من فعل كذا هو ده بالظبط الاستشاري ده بيجيب على سؤالك ايه الجدوى من المشروع ده هل هي تستحق انك تغامر فيه وتستثمر ام لا تستحق فدي خدمة خطيرة بيقدمها لك مرحلة دراسة الجدوى دي بتحصل قبل اي حاجة قبل ما نبدأ اصلا في تصميم المبنى اللي انت عايزه حم نشوف هل هي الفكرة اصلا مجدية او كويسة نحن نبدأ نعملها تصميم ونبدأ نجيب ما قولين ونعرض ونعمل تندرينج وكل واحد يقدم البيت بتاعته ونوفق على واحد فيه ويبدأ شغل ولا لا فاول مرحلة خالص المرحلة اللي حصلت بين الاتين دول دلوقتي دي اول مرحلة في مراحل اي مشروع في الدنيا خلي باكم النقطة هو الملك ده عايز يعمل دلوقتي عايز يعمل مشروع تقولي ده مبنى يا عمه مشروع عايز يعمل شركة ما هي مشروع اي حاجة هتروح كأونر للاستشاري عشان يروح للمقاولين يعرض عليهم الفكرة في مين ينفذها في كل واحد يعرض العرض بتاعه او البيت بتاعته وفي الاخر ترسي على واحد سيبدأ في التنفيذ ما هو ده اسمه مشروع عشان يقول بقى اني اي مشروع لي خطوات منطقية جدا غصب عنك لازم تلتزم بيها لانها امر واقع بنسميها ايه بقى بروجيكت ده مشروع هو بروجيكت لايف لايف سايكل اين ده انا بعمله ده سايكل يعني ايه يعني دورة حياة المشروع كيف سيمر المشروع من بدايته كفكرة في عقل الاونر الى حين انتهائه كايه كمبنى قائم كشركة شغالة خلال لك مش بس كده شغالة وبيحصل لها اوبراشن ومنتنانس كمان وممكن ترينيج للناس اللي جوه يعني مش بس المشروع كده وخلاص احنا نقول لك من اول ما يبدأ المشروع لحد ما تخلصه خالص طب اول خطوة في ايه دراست الجدوى بروح للساري بقول له انا عايز اعمل كده ايه رأيك فبنسمي دي فيزا فيزا هنبقى نشوف كل ده في الكتاب ان شاء الله يعني فيزا بلت يعني دراست جدوى او الجدوى من المشروع او الحاجة اللي هتجلنا منه مش حابب ان انا عمل جدوى مهم يعني بس الراجل ده تاني خطوة بيعمل فيها ايه بيعمل ديزاين بيصمم المشروع على الورق تالت خطوة بيعمل ايه بيروح للمقاولين ويعمل حاجة اسمها تندرنج و تندرنج ده كل واحد يقدم فيه البد بتاعته وفي آخر ترسى على واحد منهم بعد ما ترسى عليهم بنخش في الخطوة الرابعة يبقى أول خطوة تاني خطوة ان الستوري بيصمم المشروع بعد ما اخلي بالك باب النقطة طب لو الفيزابلتي دي فشلت لو اكتشفنا المشروع ما يستهلش هل هيصمم؟ لا يعني الخطوات تسلسلية وربعضها ده المنطق يا جماعة أنا بستغرب وضعين الموضوع بيتقال غير كده يعني انت لو مفكر ان ده أنا قلت لك قبل كده ان انا مش هدف يعلمك معلومة انا هدف يعلمك تاخد اي معلومة في الدنيا ازاي لو انت بعد كده حاولت تاخد السبع حاجات السبع خطوات بتوع لايف سايكل بتوع البروجيكت لو انت كنت فكرهم هيتحفزوا كده يا ابني لأ والله هم الواقع بعدين حولنا لكتابة مش العكس الناس وهم ان فيه سبع حاجاته دمك اهو فيبوا اكيد هيتطبقوا في ارض الواقع لا يا ابني هو الواقع كان مضطرين نخليه بالسبع خطوات دول بعدين قلنا انت منفرغها في شكل كلام نظري واندرسه للاطفال في المدرسة او للطلبة في الكلية فكل حاجة محطوصة عندك لها سبب فيزابلتي دي الاولينية خالص دراست الجدوى طيب لو ما نجحتش لو اكتشفنا ان المشروع ده فاشل وهيفشل زي انك عايز تعمل تطبيق تبيع فيه مثلا توصل بيه الناس للمشاوير طيب هقولك انت مجنون ليه لاني عندك اوبر وعندك كريم وعندك مش عارف ديدي واندرايف او مصلا دول كتير منهم فشل اصلا بعد ما طرع لاني اوبر مستحوز على السوق جميل جدا انا بدي مثلا طبعا فههمت الفكرة ايه فدي اسمها دراسة جدوى بيقال لها معايير وليها اسس وليها مواد كاملة من درس فيها دراسة الجدوى اصلا يا رب فيهم الايم ربنا يكتبها لنا يعني واعلمك الموضوع ده او اتعلم معاك الموضوع ده فهمت الفكرة ايه طيب لو نجحت بيبدأ الاستشاري يعمل الديزاينز الشيط ده بيكون مهندس غالبا يعمل الديزاينز ويجمع الورق والمطلوب والاحصائيات والمواصفات وكل الكلام ده بعدها بنخش في الخطوة الثالثة اللي هي التندرينج يبدأ يعرض الورق اللي هو اصممه على الايه على المقاولين ليأخذ منهم افضل عرض طب افضل عرض رسين على واحد خلاص ابدأ شغل يا معلم الخطوة الرابعة اللي بنسميها الانستراكشن ستيج الخطوة الرابعة اللي هي مرحلة التشديد والبناء يبدأ المقاول ده بقى المقاول اللي احنا اخترناه واللي يكون هو مقاول رقم خمسة ده جميل مقاول رقم خمس ده يا معلية هيمراح لمقاولين الباطن او يجي هو في الاول ممكن هو نفسه يكون راجل غالبا عايز اقول لك حتة دي غالبا مقاول الرئيس ده بيبقى فاهم في الصبه والخرصانة والجو ده مثلا في امرح هو عامل الحاجة دي التسك دي يعملها لوحده ويجيبش شوية مقاولين من الباطن يعملوا الحاجات الاخرى ده كهرباء ده سباكة ده انجرة ده محارة ده مش عالف ايه ده تأفيل ده الطوب والخرصانة والجو الطوب والرمل والجو اللي فوق اي مثل مثل يطلع له بدوار مثلا العليا لكن هو بيعمل مثل الاواعد يصب الصبه الاولانية الاساسات الحاجات دي انا بديلك في ارض الواقع غالبا واسأل طبعا حد اكتر يعني انا بفكة عايز اقول لك فيه مهندس صديقي يعني حبيب مش عايز اقول ده اكتر من كه تفاصيل بيسمع بيرده وهيقيمه في الاخر فهو بقى لو لديت حاجة غلط هبقولك في التعليقات هو شغال ما شاء الله مقاول وشاطر جدا يعني ربنا يزيده فالمهم فهو بيعمل ممكن يعمل ده وبعدها بيعمل بيجيب مقاولين من الباطن يعملوا الحاجات الباقية ويبدأ عملية التشييد كل واحد من دول بقى يجيب العمال اللي معاه ويبدأوا ينزروا على الارض الواقع اللي يعمل بقى التشطيب والمحارة والدهانات والجو ده كله وفي الاخر بعد ما يعمل ده كله يبدأ يديني عينة قبل ما يكمل خلي بالك يعني ده دفت ده دفت ده في سوق العمل مفيش حد بيخش يلا يا جميع يا ابني ارميلي البلاط كله بقى اعمله بالنوع الفلاني ويقفل الشقة بعدين يقول له هيا ايه رأيك يا اونر لا طبعا او ايه رأيك يا استشاري احنا خلي بالك استشاري مهمته ما خلصتش الاستشاري ده اللي هينزل كل شوية يوفر سي او اسمها ايه يشرف على شغل المقاول المقاول ده لو سبته غالبا ممكن يكون فيه ناس كويسة وفيه ناس مش كويسة فممكن يهمل الشغل ممكن يبوزه ممكن يخنصر فلوس اقعد تنسى الحتة دي الراجل ده ملزم بميزانية معينة ببجت معينة لو تخطاها ممكن انت تحسبه مين اللي هيلايب عليه في الغالب الاستشاري؟ اللي هو عين الأونر ده العين بتاعته، ضن الضرب بتاعته فمن فكرة ايه؟ فعشان كده، المفوض انت بتراقب عليه فالشارك ده هيبدأ شغل، بس هل هو هيعمل الحاجة كلها بعدين يقولك تعالى شوف؟ لا، انت أولاً بترايب عليه أول باول وبيكون عامله سكيجولز، أو اللي هي جداول زمنية تقول له لازمًا كذا، يخلص قبل كذا لازم بحلول 30 في الشهر، يبقى خلصت مثلاً الدور الأول لازم تكون خلصت الأربعة الدور اللي وراء بحلول الشهر اللي وراء، إلى آخره فمن فكرة بيقسموا الدنيا كلها، فيه يجي نائب على التزامه بالجدول الزمني، دي أول نقطة وهي حاطت في العقد اللي هنتكلم عليه كمان شوية، شروط عليه، والتزامات، وخصومات عليه لو هو مالتزمش، أو حصل أي خلل في تسليم الشغل لأنه ممكن أسلب الشغل المتأخر، أخسر الأونر لأنه ممكن تكون حاجة حساسة، شغل مثلاً محتاج موسم، في امتقص دي ايه؟ المهم، فيبدأ الراجل ده في الشغل، بس أهلاً يستنى لما يخلص عشان يدي لك النتج، وتقول لك تفرج، لا طبعاً فأنت بالتست كل حاجة كمان، أبمر، تعمل وتخلص، بنعمل عمية ايه؟ اختبار مبدئي يعني يجي لك مثلاً نص باب، يقول لك إيه رأيك في نوع الخشب ده، أكمل عليه، قلت له آه، يقوم رايح باب بعدها، عامل كل الخشب واللي بواب بنفس الطريقة وعايز أقول لها حاجة خطيلة قوي، الإستشاري عنده قوضة جوه، بيبقى محتفظ فيها بعينات من كل حاجة، ليه؟ يعني النص باب ده مش ياخده معالم أول ومروح، هيعينه جوه عنده في المخزن عند الإستشاري، ويكون جايب له مثلاً مقابد ويعينها عنده، يجيب له عينة من الصراميك يعينها عنده، يقول له أشتغل على دي، يقول له آه، يقوم عينها بقى عنده الإستشاري، ليه؟ عشان لما تيجي انت تعمل الـ Overall كله بنفس المادة، أجنب كاستشاري لما أتست في الآخر، أقول له خلي بالك، لازم اللي انت عامله في الكل يبقى شبه للقطعة اللي قلت من الداني في الأول، وإلي بقى هذا تزوير، فيقوم نازل الشقة؟ يشوف لو لقى للصراميك اللي هنا كله زي الحتة اللي كان مداني في الأول لبى الراجل ده صادق ده بلقى مختلف يشيلك كله ده ممكن يبهدلك فاهم؟ عملت نص باب وفي الأخي لايك كل الشابيك مقطعة ومخرمة ومبيضة ومكسرة ده طبعا هيبقى مصيبة عليك فلازم أن يقفيه شفت الدنيا متزبطة ازاي تحت؟ كل حاجة للهدف وليسبب يعني طيب فلس شاري بيقوم تفهم عن أول ما قول يبدأ يشتغل يعمل عملية تيستنج العملية بعد ما عمل تشييد في التشييد ده بيجي بعدها مرحلة اسمها التيستنج تيستنج أو الاختبار أو اللي بنسميها بريليمونيري هاندوفر بنسلمك تسليم مبدئي ايه رأيك يا معلم شوف الشغل احنا لسه قابلين للتعديل فههمتها قصدي ايه؟ طيب عملنا تيستنج وتأكدنا ان الخطوة ليست تمام ده الخطوة الخمسة الخطوة الثالثة بقى بنقول عليها فاينال هاندوفر على بعضها بقى كده يعني التسليم النهائي بنبدأ نسلمك الشغل خلاص كده تمام جدا وبنعمله بقى وبناخد منك الفلوس وناخد الجو خلاص كده كل حاجة بس بناخد غالبا عايز اعرفك معلومة الحاجات دي كنت نقولها بس للأسف بتقلش كده بتقلب تتتيب تاني يعني كان فيه تفاصيل اكتر تتقلق بما قول لك الحيطة دي انت بتاخد غالبا خمسة وتسعين في مئة من السعر في اللحظة دي كم قاول وبيسيب لك خمسة في مئة بندهم لك بعد سنة كضمان في الغالب في بعض الاشياء وفي حاجات ممكن امودها اقل الضمان ده عشان بس لو حاجة بوزت مثلا او غيره فبتيجي الخطوة السابعة ان احنا بقى نشغل المشروع الـ اكتب انت عشان مش فاضي اهو ممكن يجي معها مينترانس اكتب انت او صيانة ممكن يجي معها تريننج ان انا اضرب بقى الناس اللي شغل في المشروع والجو ده فكده او خلي بالك انا ممكن انا اعمل لك مبنى مثلا بس ممكن اكون اعمل حاجة غير مبنى اعمل جيم مثلا اه فانا ممكن التأسيم بتاعت الديزاين من جوه محتاج انا فهمك ايقل فيها اقول لك او ده تحط فيه كذا انا مصمم ده ان يتحط فيه جهاز الفلاني ومصمم الحتة دين يتعمل فيه وده منور وده فانا مش مش لازم ادربك يعني لازم اعرفك الشغل بتاعي انا كرجل المقاول عملت شغل لازم اعرفك الاخر تتعامي مع ازاي ده ما تجيبش عليه مياه ده ما تجيبش عليه حرارة ده ما تقربش ليه مش عارف ايه فهي دي معنى كلمة معنى كلمة تريننج ومنترنت الصيانة ان انا خلال سنة مسلا او حاجة بقى بصيين لك الحاجة دي بوتقى مجاني او ممكن بشيلها انا من الحساب الاخير لو هي ايه عيوب صناعة او عيوب اداء مني دول السبع خطوات اللي يمور فيم اي مشروع باختصار شديد بيبدأ يشايد بعد ما نختار المقاول في تندرينج ديجي الخطوة الرابعة يبدأ هو يشايد بعد ما يشايد بديني بعد حابة من التشييط بديني حاجة اسمها مرحلة التستنج اتأكدت ان التستنج تمام بيرجع تاني يخلص التشييط كله او الكنستراكشن وفي الاخر يديني التسليم النهائي ياخد الفلوس يا فضل خطوة رابعة اللي هو ايه الصيانة لو عند الطلب حاجات عند الطلب دي كده بتاعت اي مشروع في الدنيا وده فكرة المقاولات بشكل عادي تقدر تقولي بقى دلوقتي انا مش محتاجين مقاول هيا هتشتغل ازاي مستحيل هتعمل ايه انت اكينا عارف هو واحد يقول لي مش مستحيل ولا حاجة عارف ايه النتيجة هتدبل الميجور على حد منهم هتخلي ده بقى استشاري ومقاول طب ما ليه معلم ما نخلي المقاول حاجة او اللي ساري حاجة فيهم تقضي ايه او تقول لي ليه لسه شاري خلاص يبقى تخلي الانر يبقى لازم عشان يبدي بيت يبقى مهندس مدني وده مش هينفع فيهم تقضي ايه فالحياة سنة الحياة ان كل واحد هيقدي وظيفة معاناة هي دي فكرة المقاولات وعايز اقولك انت ممكن تشتغل مقاول جدا لو انت نزلت السوق عادت مع المقاول عرفت منه تفاصيل خبرة عرفت او مقاولين من الباطن هتشتغل حاجة حلوة كده فكرة المقاولين من الباطن مش دايما حاجة حلوة خلي بالا ومش دايما حاجة وحشة خالص حسب 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 جمد اوي كمان حسب مين هما وانواعهم ايه وفي حاجات كبيرة ولا صغيرة والبروجيكت نفسه ضخم ولا مش ضخم يعني انفعش الدولة تيجي تعمل مثلا حاجة زي متر الانفاء فتروح تقوم جايبة من كل الاعتمادها الرئيسي على المقاولين من الباطن بشكل مباشر مثلا فدي ازمة لان غالبا شغلهم بيقاش ايه محتاج رقابة هو بيقى محتاج رقابة في المتقصد ايه انا شايف كده كده كفية انا شايف لحد هنا ده كده كويس اوي على الصبورة وقولي في التعليقات لو انت حابب نعمل ان شاء الله الفيديو الضخم اللي انا كنت تقولك عليه ممكن اطول اكتر على كده وجدك تفاصيل وحوارات وعايز اقولك التفاصيل اللي كنت اقوله هنا الوحتي هي اصلا الموجودة في المنهج كنت اخلص الفيديو اللي هو على الصبورة اوي يقولك هيا اقرأ كده السلايد اتلاقي نفسك الله كلام سهل جدا انجليزي حرفيا مجادة درس انجليزي يعني تعالي بدأت يا وليك انا المنهج 14 صفحة اللي عليهم تقريبا الميت ترم كله انا هديلك لقتي درجات الميت ترم كاملة باذن الواحد الاحد اللهم إلا كم سؤال هناخدهم في الدروس الجاي تعريفات عامة تعالى نشوف اول حاجة ايه project life cycle وللأسف الخطوات دي ما صراحتش بالتفصيل اوي لان هي مش مش مطلوب تتسلح بالتفصيل خليك انت فاهم بس مع نفسك اي اي project في الدنيا اي مشروع عايزين نعمله بيبقى ليه دورة حياة دورة حياة يعني ايه يعني هيمر بخطوات هي دي معنى كلمة life cycle يبقى ما ينفعش تقرأ السبع حاجات وانت مش شاهمهم ممتوع ايه دول الخطوات اللي هيمر بها اي مشروع لكي يخرج من مجرد كونه فكرة الى شيء قائم على الارض في ارض الواقع بشكل سليم ويشتغل كمان اول حاجة يمر بيها ايه احفظ ما معين ان ده جو امتحان بقى انسى جو الفهم بقى الحلو والجو ده احنا عايزين تلاقتي امتحان صنعة ركز معي feasibility feasibility انا مش عايز كنت بتطعب feasibility feasibility كنطق بس هي feasibility بصة لو انت قلت لك انا بعلمك عالجنب كده زيت ترجم وتعمل الحاجات دي بسيطة يعني عشان لما تحب تذاكر الواحدة استداني التعليم الصح يا جماعة ده في وجهة نظري والله ان انا ما خلاكش طوال الوقت محتمد على اللي بيشرح لك غلط انا عايز اعلمك ان انت فيهم الايم تعرف تذكر الواحدة وده الصح انا عرف انك تقدر تعمل ده مش قصلي حاجة لكن المبدأ نفسه اعرف ادوات وطرق feasibility معناها جدوة او فائدة الى اخره ترجم feasibility feasibility فعرفنا النطق كويس ممكن تقوم خلي باك انا بدوس control cc امتى لما كن محمل التطبيق ده على الجهاز اللي هو اسمه reverse حمله وقلت عليه كذا مرة وهاعمل عليه فيديو ان شاء الله وممكن تخش تكتب وشوف النطق بالبريتش اكسن والامريكان اكسن اول خطوة في اي مشروع feasibility and strategy stage استراتيجية دي مرحلة بقى مرحلة مرحلة الاستراتيجية ودراسة الجدوة يعني اول حاجة قبل ما نبدأ نعمل design للمشروع نشوف الاول هل هو مجدي ولا مش مجدي انت ممكن ناوي تعمل مشروع هيخصرك انت كاونر جايل لي وانا راجل عندي خبرة انا كاستشاري هقولك غلط اللي بتعمله ده مش صح فبنعمل دراسة الجدوة خلي باك ليه منروح للأستشاري زي ما قلت لك اهم فايدة اصلا ان انا مش قادر انا كاونر اعمل دراسة الجدوة انا داتي عادي افتح قهوة او مقهى او كفية في منطقة معانية مش هيبقى رائق فيها او على ناصية شارع مش عارف العربيات جاية فيه بسرعة فالناس مش هتحب تقعد هنا انا بديك مثال مين يدرب الكلام ده الاستشاري اللي فاهم الحاجات دي ممكن تطلق على ناس كتير او اسمهم استشاري على فكرة مش هي مش اسطنبا يعني فاهمت قصدي فدي اول مرحلة في اي مشروع انا لو حط لك امتحان وعايز اختبر انت فاهم ولا لا هقولك اول مرحلة في تاعت البروجيكت ايه هي؟ واحد يقول لي الدكتور بيختبرنا في حفظ المنهج هل ده حفظ بالله عليك؟ لا ده فهم جدا لان انت للاسف ذاكرت غلط بنيت بنيت على مذاكرتك الغلط التقييم اما تيجي تقايم الحاجة قايم على من حيث هي في واقع الامر الموضوع ده هل السباح جدو الحفظ؟ لا ده المنطق والله يبه فاول خطوة في اللايف سايكل بتاعت اي مشروع في الدنيا اني حنعمل دراسة الجدوى ليه وندرس الاستراتيجية بتاعته او زي هو حاجة صح او لا وديه من سميه مرحلة الفيزابلتي اند استراتيج ستيج دي لها تخلينا نقرر ايه؟ نعمل المشروع ولا نقلع عن عمل المشروع نكنسله بقى لو الجدوى لو دراسة الجدوى قدت بنا ان المشروع ده هينجح ان شاء الله بالبراوبيلتي لها درسينها يعني ايه احتمالية كله بقدر الله يعني مش بنقطعش فيها بنقولش فيها ان يقينا هينجح لأ بس يعني عندنا النهاردة العلم تطور شوية في الحتة دي فنقدر بنحط تحتها يا بنقوسين كده تحت مشيئة الله لكن بالمقاييس الدنيوية كلها هو هينجح هيكسر الدنيو فمن فكرة ايه؟ دي اللي هتحدد احنا هنكمل المشروع ولا لأ؟ طيب لو قالت اه والمشروع ده مجدي ومفيد منخش على خطوة تانية ان المهندس او الاستشاري بيبدأ يديزاين المشروع ده يحدد في كل التفاصيل المرحلة تحت الديزاين ستيج دي لها تاني مرحلة بنحدد فيها اقل تفتوفة هتحصل في المشروع ده ديزاين ستيج بنحدد فيها كل التفاصيل الاماكن والاوقات والجداول الزمنية مفتوحة ممكن واحد يعمل ديزاين للمشروع بس المشروع نفس اصلا مش مكتمل عنده فيعمل ديزاين كده ايه؟ سريع تفاصيله اقل مش كاتل تفاصيل كتيرة عامل كلام عام شوي احنا عايزين نعمل تطبيق مثلا هنبيع فيه منتجات هنبيع فيه سلعة غذائية او هنوصل بيه اكل للبيوت او هنبيع فيه مثلا يعني برفانات مثلا فالرؤية عندي مش متضحة اوي اللي مش عارف تفاصيل مش عارف هيكلف كام مش عارف مين اللي هيعمله لسه دينا مش متضحة فناخد قاعدة مهمة اوي ان المرحلات على الديزاين دي كل ما تزود التفاصيل اكتر كل ما المشروع يمشي احسن لانك الرؤية متضحة ليه يمشي احسن لان انا لو قلت في التفاصيل دي ان انا المشروع هيحتاج واحد واثمئة وثلاثة وعشرة هقدر اتقيم ان المشروع دي يحتاج مينمئة الف طب واحد ما كانش عارف كل ده فقام اي المشروع ده والله يعني عنوانه انه هو كذا برنامج يعني هيكلف خمسة عشرين الف فتيجي انت تطبق تلاقيه في نص المشروع وانت بتعمل في الانشاء تلاقيه في الاخر مكلف بتاع تمانين الف فانت كده فيه قزمة كبيرة التوقع اللي حصل اكتر من المتوقع بكتير فقال قاعدة كل ما انت تزود التفاصيل اكتر وتكون محدد المشروع بدقة في مرحلة الديزاين كل ما تستريح قدام ويبقى اللي جاي زي كما هو متوقع يبقى الفرق بسيط جدا فهي من فكرة ايه دي بنسميها ايه بنسمي عملية اني تحط حاجة من غير تفاصيل دي بنسميها مخاطرة ريسك تعال كده اول تلك بس لا مش عايز يروح الصبور عشان انا مسك نفسي بالعافية الله دي بنسميها ريسك ريسك يعني مخاطرة بنعمل عملية في مرحلة ديزاين دي بيتوجد عندنا عملية مهمة جدا بسمها ريسك اناليسيز تحليل المخاطرة ده لازم عملية معقدة كده لازم تعملها في مرحلة الديزاين انك تدرس المخاطرة اللي انت بتخاطر بها وده بقى قاعدة سهلة اوي كل ما زود التفاصيل هيبقى انا بقى اقلل المخاطرة اللي هتقع علي يعني ايه بقلل المخاطرة يعني لما اقولك انا عايز اعمل المشروع والديزاين اللي معايا كله ومرحلة الديزاين ملقيتش نفسي كاتب عن المشروع غير شوية التفاصيل بسيطة جدا ده مع ان انا بخاطر لان ممكن قدامك تشف ان عندي تفاصيل اكتر حتى خلينا ادفع فلوس اكتر او ممكن اكتشفت اصلا ان المبنى ده جاي في طريق كوبري اصلا كمان سنتين او جاي فوق مية ترى فالاسيسات تحت ممكن تضرف المواسير عندي احتمالات كتيرة جدا كل ما انا ادرس الموقع والزمن والطريقة والمحيطات بيا بشكل جيد كل ما انا قلل الريسك قدام فده بنعمل نعمله في عملية تسمى ايه؟ ريسك اناليسيس تحليل المخاطرة بتبدأ فين؟ بتبدأ في مرحلة الديزاين الريسك اناليسيس دي عملية بنبدأ نعملها في مرحلة الديزاين استيج او في مرحلة التصميم ولكنها لا تنتهي مع المرحلة دي بتكمل معنا في اللي باقي يعني طول الوقت احنا عندنا ريسك اناليسيس عارف ريسك اناليسيس دي تعرفها ايه باللغة الدرجة المصرية مع تزارل اي حد في الدقيقة من ده بس انا دي طريقتي والله بحب اتكلم كده وانت اظنك كمشاهد فاهم ده دي بنسميها شخص بيتوقع البلاء قبل وقوعه كما زي ما مصريين البوسطة كان بيقولوا يعني ايه يتوقع البلاء قبل وقوعه؟ لازم اعد افطرد شخص على الريسك اناليسيس الشخص اللي هيحلل المخاطر اللي في المشروع بيدور مش على المميزات بيدور على العيوب عادي تشوف اي ثغرة ممكن المشروع يتضرب منها عشان يجسدها معرفتك باللي هيجيلك منه الضربة ده هيساعدك تتجنب هذه الضربة او يساعدك اصلا تقلع عن المشروع لو لقيته مش ناجح يعني خلي بقى احنا ممكن المشروع من فوق هنا هو ما نكملوش وممكن في نص المشروع يكتشف ان فيه ازمة حصلة فهم قصدي ايه؟ عشان كياه ساعات دي معلومة مني انا بقى مش مقولة في المنهج ساعات بيقى فيه خطوتين من دول او ثلاثة فيهم اتريشن اتريشن يعني ايه؟ يعني نعمل دراسة الجدوى بعدين ننزل لمراحلة الديزاين نلاقي فيه ازمة حصلت نرجع لدراسة الجدوى تاني دي اسمها دورة لوب اتريشن ونفضل نعمل العملية دي كزا مرة لحد ما نستقر ان الديزاين ده يحقق الجدوى المطلوبة بس طبعا ده مش مالك فأسيبك منه بقى خلص هو اللي بيحدد نحن دراسة الجدوى بتعمل كاملة في اول مرحلة لو اتأكدنا ان المشروع تمام بنخش على الديزاين نبدأ نحط فيه تفاصيل كتيرة جدا عشان يساعدنا قدام ما نخسرش او ما يبقاش عندنا ريسك ايه؟ في مخطرة جامدة يعني طيب اتأكد عملنا التصاميم وكل حاجة ياخدها للإستشاري ويعمل تندرينج يدعو الى مناقصة علنية او مناقصة لها انواع كتير انا اخدهم في اخر الدرسة النهاردة يدعو الناس المقاولين ييجوا ويبدأوا يعملوا ايه؟ عملية مقاولة مقاولة يبقى تندرينج ده الحدث نفسه العلني اللي هو الانفتيشن الدعوة للناس ان هما ييجوا يدوا عطاءات او يشوفوا المشروع ويدوا عطاءاتهم او عرضهم لأداء هذا المشروع واحنا نختار واحد منهم فديه من سميع عملية التندرينج واند كونتراكتينج طيب اخترنا واحد منهم ويلا زي الفل يبدأ يعمل ايه؟ يعمل الكنستراكشن ستيج يبدأ يبني يشيد المشروع هل لازمانبونى اللي هو مبنى يعني لا مش ممكن تبقى حاجات تانية ممكن تطبيق زي ما ترك على الموبايل انت كراجل في الكهرباء مثلا فانت محتاج ده فشوف مجالك ممكن عايزين نعمل العربية سيارة عايزين تصميم سيارة جديدة ممكن عايزين واحد يعمل لنا مصنع مثلا لانتاج العصائر او واحد عايز يعملها خيره اي شيء ممكن نشيده فتشييد هنا كلمة عامة شوية طب هل هيكمل التشييد للاخر بعدين نستنى عشان نتصدم في الغلطة؟ اصل الغلطة هنا تقبل ملايين لا بيعمل عينات ويبدأ نعملها احنا تستنج عشان كده تلك فكرة دي موجودة يعني هل التشييد ده بيخلص بعدين نتست؟ لا هو بيخلص جزء منه نتسته بعدين نرجع نكمل في الكونستركشن لحد ما الاتريشن دي تخلص انتخدت برمجة اظن يعني فانتخدت اللوبس فاهم الحلقات التكرارية لحد ما يخلص التستنج والبريليمونيري هندوفر التسليم المبدئي بيسلمك عينا باب مش عارف ايه شباك حتة من البلاط and guarantee stage guarantee معناها الضمان مرحلة الضمان والاختبار العينات اللي جات والتسليم الاولي طيب ويبقى الكونستركشن خلص بعدها اختبارنا العينات والدنيا تمام الراجل خلص الكونستركشن ينزل لقى بعدها على ايه على final handover and guarantee stage التسليم النهائي والاختبار النهائي او الضمان النهائي عايز نتاكد ان الشرول تم تسليمه على اكمل وجه طيب اخر حاجة نبدأ نشغل المشروع وننصينه لو حصل في اي ازمة يبقى operation maintenance and training stage وان لو في حاجة محتاجة تتدرب مثلا عليها او نعرفك تفاصيلها او المحاذير المحاذير الموجودة فيها اقولك مثلا المادة الخامل انا عامل منها الديهانات دي مش قابلة ضد الحرائق او مش عارف مع الصوت او ضد الرطوبة كل دي تندرك تحت كلمة operation maintenance and training stage كده انت فاهم في دناغك يعني ايه مشروع للأسف الموضوع بقى مش مفهوم في الاول اهميته انت انت انفكر انه ايه انا عايز اعمل مشروع فيعني مشروع يعني فلوس ونعمل بها مشروع ده اللي بيخلي دايما المشروعات تفشل اما العلم تحط ليه اللي حاب نعمله ده علم على فكرة علم يعني امور مرتبة هتؤدي لنتيجة حلوة في ارض الواقع حقائق يعني فانا كلام حلو ده فايدة الدراسة انا عايز اكتب قطلعة النهار ده بدا ويعني دعيلي طيب نمسك كل خطوة بعشان نعرف المتحان هيجي ازاي قالك اول خطوة feasibility and strategy stage دي اول مرحلة في حياة اي مشروع هيجي يقولك في المتحان بصبق الكلام سهل ازاي The aim of this stage is to make a decision about proceeding or cancelling the project الهدف وراء هذه الخطوة انك تحدد او تحط قرار هل اكمل في المشروع ولا cancelه proceeding يعني المضي قدما canceling يعني لغي المشروع إلغاء المشروع يبقى لو انا عملت دراسة الجدوى دي الخطوة اللي هتعرفني اخد قرار ألغي ولا أكمل السؤال ده بإذن الله تعالى مية في المية في المتحان ولو ما جايش تعال اعمل ده بقى جواه امتحان The aim of this stage is to make a decision about proceeding or cancelling the project ويخليك هدف الخطوة دي انك تعمل تاخد قرار هل تكمل في المشروع ولا تلغيه عايز اقولك الامتحان كله بيجب نفس النص اللي في الاسلايج فهو يقولك في السؤال The aim of نقط is to make a decision about proceeding or cancelling the project تقوله feasibility and strategy stage مرحلة الاستراتيجية والجدوى دراسة الجدوى أنا حعتما بكلمة في AMstyle وخلاص عملنا دراسة الجدوى وتأكدنا من المشروع الده ينفع التعمل بدأنا ن做 umas YOCAي المشروع الده فنيأتي في مرحلةprovision تليس ح会ياو من دراستنا قوى في الدراستنا على الثلاث جانب الأعلى الثلاث عاصر الاوليين يعني البقيي ده مانتكلم عليه ها واحنتكلم على الثلاثة اونين وكفية عليك أصلا من هتى يبقى اتقل لو كملنا فهو كده حلو طيب المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية في حيات أي مشروع ندزاين على الورق بقى ديزاين ستيج قال لك بالله عليك فيه كلام جديد طيب يحلف بالله انت كنت تقرأ داعي انه ياه كلام صعب بسيط جدا الهدف من هذه الخطوة انك تدزاين يعني تخيل هي اسمها ديزاين ستيج بيقولك الهدف انك تدزاين طبعا يبا اننا اصمم واعرف كل تفصيلة بتاعت المشروع أعرف كل تفصيلة في المشروع ده تبصي على الملحوظة الخطيرة اللي انت لازم انت تفهمها انت كمهندس الحاجات دي يا ابني والله يصدقني هي لأكمل معك يعني انت ممكن مفكر ان الحياة كلها معادلات ومسائل وانا كنت فيهم اللي ام اظن ده المفاهيم دي انت محتاجها كمهارة وخاصة لو قدرت تطورها وتبقى عملية اكتر اكتر من كلك محتاج للجانب الاكاديمي انت الجانب الاكاديمي محتاج فيه حتى المبادئ لان كده كده انت هتنسى المعادلات دي وفي الاخر هتاخد شيت كده هو فيه شوية قواعة تده تتبعها مش صعبة يعني المعادلات في الورق كده كده موجودة اللي مش موجود في الورق الالية اللي انت بتنفذ دي المعادلة دي اسهل حاجة ان انا بقى حافظ المعادلة الصعب ان انا استخدمها في ارض الواقع وقدر اطبق بها المبادئ الرئيسية الكبرى كمان اخليها تخدم على الهدف الكبير بتاعي مش حضرت معي درس السيليكتد لو محضرتوش فتاك كتير طيب انا بصدق لك ايه بقى الصوات دا يتوج يعني حاجة مهمة اوي قال لك مستوى التفصيل اللي انت عامله في التصميم بتاعك قد ايه انت مفصل الدنيا اكتر دا هيعرفنا ايه هيعرفنا انسب نوع ستابل يعني مناسب طيب يعني نوع انسب نوع من انواع العقود اللي هنعملها او المقاولات اللي هنعملها للمشروع ده يبقى كلمة كنتراكت اللي عايزة تفهمها بمعنايين والاتنين مواحد اما الترجمها عقد عقدي يتمدي من طرفين او الترجمها مقاولة تقول لي زي انتين نفس المعنى يبقى انت مسمعتش الشرح اللي احنا قلناه في اللي فده كله معناه ان المقاولة او المقاولات ما هي الا عملية اني احنا بنمدي عقد عقد يعني ايه انا بطلب منك حاجة تعملها مقابل انها هديك فلوس لها فبنمدي عقد على كده انت اسمك من اقول خلاص كده الشخص اللي هيتوكل بانشاء مشروع نيابة عن الاونر بالوكالة عنه ده بنسميه مقاول لانه ايه خد فلوس مقابل اداء خدمة معينة يبقى هنمدي عقد فيها دي عملية الـ يبقى كلمة الـ تجيب معنى مقاولة وتيجب معنى عقد لان الاتنين واحد ما هو المقاولة عقدة اصلا لو قلتلك عرف لي المقاولة باللغة العربية اول كلمة تقولها في التعريف ايه عقد عقد على طول بين طرفين واحد يما يتعهد للاخر بانجاز مهمة مقابل فلوس التفاصيل اكتر ويتقدم لي عرض من المقاول بيغلبي هذه التفاصيل اللي بقى انا هقدر اختار بسهولة لو بتخيل انا متقدم لي عرض من المقاول فيه تضليل لي انا اقدر اعمل لك واحد اتنين جيت بعدها لقيت ان انا كنت محتاج اصلا ثلاثة واربعة بس هو قال لي ان انت ما تقولت ليش وهو انت مشكهت التفاصيل فانا كده الان اللي البست فيه انت قصدي ايه يبقى تاني The aim of this stage is to design and define every detail of the project هيجي قلك في انتحان ايه الخطوة اللي بنحط فيها تفاصيل المشروع ينفي واحد يقول لي دراست الجدوى يا ابني لأ شفت موضوع سهل اوي ازاي مش حفظ سهل جدا دراست الجدوى بحدد اكمل ولا ما اكملش طب افرد حددت ان اكمل هحط بقى تفاصيل المشروع في مرحلة design stage وكل ما حط تفاصيل اكتر ده هيعرفني اختار النوع المناسب من الايه من العملية المقاولة لهذا المشروع طيب وانا بقى design لازم اعمل ايه ادرس اعمل تحليل المخاطرة risk analysis دي تحت تحت جد عملية design جوه مرحلة design بتبدأ مع design وبتكمل معانا ما بتموتش الفكرة تحت risk analysis دي بنبدأها بعد ما نقول اه احنا هنعمل المشروع خلاص الفيزابيليتي خلصت هنبدأ بقى في تصميم المشروع من اول لحظة لازم طول الوقت نحط تفاصيل كتير عشان ما نقعش في اي مخاطرة بنسمي للعملية دي risk analysis دي لها ناس متخصصين فيها دي عملي اعافيكا موضوع ده شغله جامد جدا يعني مش اي حد يشتغله تحتاج واحد عبقاري يعني يعني بيشتغل risk analysis ده اللي هو يعني شخص فهم زي ما قلتلك بتوقع البلاء قبل وقوعه فده مش سهل انك تعملها هتنا ممكن شايف اني يا كمعما انا شفت قهوة زي مقهى زي starbucks بيكسل يبقى كده لو عملت قهوة هكسب ده كده كلام سطحي جدا انت حطت القهوة بتاعتك في منطقة مثلا عمل حاجة high class جدا حطتها في منطقة شعبية فانت كده ضربت المبدأ نفسه او حطتها في زاوية من طرفها محدش يشوفها او حطتها في view سيء جدا حطتها قدام مثلا بتاع مطحن فالمطحن ده هيطلع عفارها هتيجى عالناس او في طريق سريع فطول الوقت فيه صوت عالي فالتلفزيون انت حطه في الشاشة انت حطتها على القهوة البلد دي دي مسلا ماش اي لازمة شفت كل دي اسمها ايه؟ توقع البلاء قبل وقوعه risk analysis risk analysis is a process that begins with the design stage بنبدأ نعمل عمية risk دي لما نقرر اصلا نحن نعمل مشروع واحد دي يفكر بذكاء كده بالراحة هو انا اصلا احتاج الى risk analysis risk ليه؟ وانا لسه اصلا مش متأكد هعمل مشروع ولا لا عشان كده لو قلت لك risk analysis يبدأ امتى حتى لو مرتاش في الكتاب بنفوت تقول لي يبدأ مع ال design لانك راجل بيتها شفت الفكرة ايه؟ فالموضان فوش حفظه خالص يا جماعة هي هتبدأ مع مرحلة التصميم لكنها لن تنتهي معها هتكمل معانا بقى القدام احنا طول الوقت بنرسك 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 بنشوف هل في مخاطرة ليه بنقولك طول الوقت؟ لان انا وانا في فرحات ال construction مثلا او حتى وانا في فرحات ال tendering وانا بختار المقاول ممكن المقاول منهم انا لو اخترته حس ان هو كلام مبهم شوية فانا بخاطر ممكن الرقم بتاعه كبير شوية فانا مش ضمن سعر الدولار مثلا مش ضمن تغيرات العملة مش ضمن ان يحصل للتضخم كل دي مخاطرة بنقعد ندرسها طب في مرحلة construction جاء قال لي اختار مثلا يعني الديهان الف ولا الديهان باء لازم ان افكر لان ممكن واحد بينهم يبقى غالي ممكن واحد بينهم ضد الرطوبة وواحد تانية بيتأثر بالرطوبة كل دي risk analysis لازم ان احطه في الاعتبار دايما More information about a project and more detailed design reduce the risk كل ما تديني معلومات اكتر عن المشروع وتديني تصميم اكتر تفصيلا ده بيقلل المخاطرة reduce the risk الكلام ده بفهم وبحفظ لازم هيجي في المتحان لان الصفحة دي فيها 4 سئلة حرفيا 4 سئلة هيجوا عليها فانت متخيل لازم انت فهمها ابسط حاجة ده يجي يقولك ايه اني يعني risk analysis ايه اللي يحصل لما نزود التفاصيل الريسك يزيد ولا يقل بص بقى الجملة اللي وراها higher risk leads to a higher price طب كل ما يكون في مخاطرة اعلى كل ما يكون في ايه هيبقى في فلوس كتير ليه بقى الكلام ده يعني لو داخل مع واحد عمياني كده انا داخل في ايه في مخاطرة عالية اوي رحت المقاول بيقول لي ان شاء الله نعملك ايه شغل للأسف ده الناس اللي مش متخصصة يقولك نعملك النحتية دي حلوة ان شاء الله كلام حلو يا معلم بس تديني تفاصيل قول لي هعمل واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة بالسعر واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ده المفتوء بالعدد خمس وحدات ثلاث وحدات خمس ابواب سبع شبابيك تديني تفاصيل قوي طب هو مدكش تفاصيل كده معناها ايه ان معلومات قليلة قلنا المعلومات لما تكون كتيرة يبقى الرزق قليل طب المعلومات تكون قليلة يبقى الرزق عالي طب لما الرزق يعلى هيبقى ايه هيخصرني فلوس باختصار شديد ومش بس معناها كده لما الرزق يعلى لما انت تعمل ديزاين انت استشاري وتعرضه على المقاولين والديزاين بتاعك يوم حاطة سعر عالي جدا عشان يبقى في الامان لكن لو انت مشروعك مقدمه في سورة ديزاين مفصل قوي هتاخد السعر الحقيقي من المقاول يعني على سبيل مثل انت بتقوله العمارة بتاعتنا عايز عمارة عشر طوابق بس احسن باحسن شكل يا حلاوة ازاي بقى باحسن شكل كده الكلام مبهم جدا فيش تفاصيل في المقاول يقول لك ايه انا معرفش الاسعار وخايف ففي الاخر ما يعجبوش العجب فلا لا بص هو فتناغو بيقول كده هي تكلف مليون ونص حتى اربعة مليون بص المنظر عمل ازاي ليه لانك بتخاطر فالراجل ده مش عايز يخسر عايز يبقى ضايق ضامن ان يكسر طب لو انا جيت وقلت له لا انا عايز عشر طوابق الديهانات نوعها كذا التشتيب نوعه كذا الخرصانة نوعها كذا الرمل عايز القدر الفلاني عايز زلط عايز بيش عارف كم طن حديد عايز كم قلت له كل التفاصيل راجل هيمسك وراء وقلم مع نفسه كده في مخه هو راجل بقى استاذ خبير في الحاجات دي المقاول يعني يقول لك اهني واحد زي دي بخمسمية دي بألف دي مش عارف بكام اه انا عايز مليون وثلتمائة ألف بص الموضوع عمل ازاي بقى فيه مور اسبيسيفك حط هامش ربح ليه وحط كل حاجة زبط الدنيا فكل ما انت تدينه معلومات اقل ده هيزود الرسك ولما الرسك يزيد هو هيطلب ساعدة أزياد يبقى تلت معلومات خطيرين جدا فيبقى الجملة كالقاتي هيجي يقول لك ايه الحاجة اللي هي عبارة عن عملية تبدأ مع الديزاين ستيج ولا تنتهي معها دي الريزك اناليسيس طيب كل ما يبقى عندي معلومات أكتر وتفصيل وتزاين مفصل أكتر كل ما الرسك يقل يبقاش في مخاطرة طيب لو الرسك عالي جامد يبقى هيتطلب مني فلوس أكتر عشان يبقى هو في الأمان أو أنا هتكلف أكتر باختية هي نفس المعنى اللهم هل بلغت هتيك في امتحان كل دي احنا في مرحلة الديزاين لسه هنكمل فيها طيب كده الديزاين خلصة كده الديزاين خلصة الرجل بتاع الاستشاري عمل الديزاينات وجهز الدنيا المشروع جهز قدامنا في صورة ورق وتفاصيله وكل حاجة عايزين نعرضه على ناس عشان واحد منهم من المقاولين دول يقرر ان هو ايه ياخد المشروع ويتبنى ويعمله هنعمل عملية مناقصة تندرينج المرحلة التالتة بقى تالت مرحلة في حياة البروجيكت في اللايف سايكل بتاعته تلاتة تندرينج 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 قلنا المناقصة انك تلم من الناس عشان كل واحد يقدم العطا بتاعه أو البد أو العرض بتاعه لأداء هذا المشروع وفي الاخر احنا نوافع على واحد منهم طيب قالك اتندر يعني ايه تندر يعني مو نقصة تعرفها ايه هي دعوة عملية دعوة شفتنا ما الدعوة بتاعت الفرح هي دي بالظبط دعوة مين بقى لها يجي الفرح ده قالك حلو قوي دي ركز فيها بقى هي دعوة عشان تيجي تعمل ايه تديني عطا لمشروع معين انت كشخص مدعو هتيجي ده هنا اظنها as a verb to bid for a project انك تيجي تدي عطا لمشروع معين يعني تعرض سعر بتاعك وتفاصيلك للمشروع ده وتقولها لي او تقبل a formal offer ممكن انا اصلا جايبك عشان اخليك ايه تعمل المشروع ده مهم ان انا عملت دعوة لميت فيها مقاولين جبت المقاولين دول قاعدتهم وتنهم مشروع يا جماعة بالتفاصيل واحدين من ثلاثة كل واحد يقدم للعطا بتاعه ده قدم وده قدم وده قدم احسنهم العملية دي اسمها tender شكرا ده اللي عازك تعرف السؤال ده في امتحان يا جماعة بإذن الله تعالى هيجي في امتحان مية في مية بصد لا شك في ذلك هيجي بشكل او باخر وفي الغالب بيجي بشكل حرفي يعني موضوع الدكتور جميل جدا والله يعني هو بيختبرك عشان يختبر ان انت فهمت بس مش اكتر a tender يعني ايه tender is an invitation to bid for a project or accept a formal offer بس كده طيب tendering العملية نفسها بقى بيحصل فيها ايه تبعا تحسن الكلام صعب ولا الهواء ده نفس اللي احنا قلناه يقولك عملية tendering او المناقصة دي بتشير في الغالب الى العملية اللي بيتم فيها الدعوة من قبل المؤسسات المالية financial institutions مش معناها معاهد معناها مؤسسات هنا او الحكومة ما ممكن الحكومة نفسها تعمل عملية دي هقولك ازاي الاتنين دول ممكن يعملوا ايه يدعو الناس عشان يجوا يدعو عطاءات للمشاريع الكبيرة اللي لازم تخلص وتتسلم في خلال مدة محددة finite deadline يعني وقت انتهاء محدد يتسلمها لي بحلول اغسطس 2025 مثلا فحنا بنحدد مدة معانا طيب اللي حصل ده اسمه ايه اسمه برضو ايه tendering او منقصة يعني الحكومة ممكن تلقتي على سبيل مثال عايزة تبني الخط الرابع في متر الأنفاء فيعملوا منقصة ليه بيعملوا منقصة سؤال مهم لان الحكومة اللي يمعلم الحكومة دي جهة سيادية ماينفعش تشتغل صالحها هي مش قطع خاص هي بتعمل منقصة عشان تجيب ناس تشتغل في الحاجة دي عشان يتعاموا القطاع الخاص من احد الاهداف الكبرى في الدولة فهو انها تدعم القطاع الخاص وتدعم شغله وتدعم الاستثمار في البلد الجو ده كله فهم تعمل فيه حركة للأموال في البلد فبيعملوا ايه بيعملوا منقصة علنية اغلب اللي بيحصل في الحكومات بيكون منقصة علنية مين يا جماعة يقدر يجي يعمل التفاصيل بتاعت متر الأنفاء للخط الرابع اللي هيكلف خمسين مليون ويحتاج مش عارف كم كذا وكم كذا ويسلموا بحلول كذا ادنا تفاصيله وعملنا ديزاين له يبدأ المقاولين يقدمه مين اللي هيقدم بقى مش انا ولا احسام ولا احمد لا المقاولين العرب اه دي شركة كبيرة قرصكم للانشاءات يقدم مثلا شركة مش عارف ايه خلينا ندي اي مسأل فيقد قدم ثلاثة فيبدأ المقاولين العرب تقول انا هعملها بالطلال فلانية وفي الوقت الفلاني بالفلوس الفلانية وده انا هعملها بالشكل فلاني وهخلي ساعات العمل بالقدر فلاني عشان كمان احنا محتاجين ده مهم قوي ما يعطلش البلد يعني 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 الراجل ممكن واحد منهم الاثنين نفس الفلوس ونفسه كل حاجة بس واحد هيفلي اليوم كله في الشارع ويبدأ يحفر ويعمل والتاني قال لي لا انا ممكن اشتغلك اربع ساعات بس في اليوم وسلمك في نفس الديدلاين فبيقاليها حسابات يعني فاللي حصل ده اسمه تندرين برضه فالحكومة ممكن تعمل كده عادي خلص في اهمت قصد ايه فيكون غالبا في اغلب المقاولة يا جماعة بتعتمد على يعني بنعملها في المشاريع الكبيرة انا لما اكون عايز مشروع صغير ممكن يبقى العدد ان الافراد اللي شغالين معايا مش كل الهصة دي ممكن تفرضين او ثلاثة بالكتير طيب يجي يقول لك هل المشاريع دي بتسلم في ديدلاين اه بس يعني ده مش سؤال اصلا نحط ليني حضرت لك سؤال عن ده وهو سؤال سهل خالص ده تعريف كلمة تندرين وهذه كفهمت هي دعوة لان الناس تجي تقدم معطاقات للمشروع عشان يعملوه ويتكفلوا به فهي من فكرة ايه دي بنسميه عملية المقاولة طيب هدف هذي الخطوة ايه من غير ما تبص الله عزيني انا عزيك بأمانت الله كده تقول لي انت عرفت تجيب اللي جبه وده ايه هدف المرحلة دي تندرين عايزين منها نوصل لإيه اول حاجة عايزين نختار مقاول يعمل الشغلانة قول والله منطقية جدا يعني ده اللي جايه دي مش معلومة ده تنظيم للمعلومة اللي انت بالفعل عارفها نختار مقاول طيب بعد ما اخترنا المقاول نمضي معاها عقد اما احنا اخترنا مقاول ليه نمضي معاها عقد عشان يبدأ هو في ايه في الشغل بتاعه بس كده تعال بص اقرأ بقى بيقول لك ايه اختار الهدف من هذه المرحلة او الخطوة في حياة المشروع ان احنا اول حاجة اختار العقد المناسب والطريقة المناسبة والمقاول المناسب اخترنا العقد والطريقة بتاعته والجو ده نجهز الورقة بتاع العقد الله اكبر بعدها نصيغ العقد معناها صياغة معناها صياغة نكتب بقى العقد طب ما اقول ده معناه ان احنا اخترنا مقاول واتفقنا معايا هو دي معناها يجي من تحاني يقول لك ايه هدف الخطوة بتاعت التيندرينج والخطوة التالتة تقول له هدفها ايه ثلاث حاجات ان انا اتشوز البيست كونتراكت تايم للمشروع بتاعي وان انا احضر الورقة بتاعه المستندات بتاعته اللي هنكتب بقى فيها التفاصيل والخرايط والرسم والمشعارف ايه والجدول الزمنية كل دي تبع الكونتراكت دوكمنط سناخدها تحت كمانت خمس دقائق وانحننمضي بقى العقد ونكتبه مش نمضيه نكتبه عموما نصيغ العقد في صورة ورق طب ما تقول لها حاجة حلوة كوني احنا جوا مرحلة التندرينج صح زي ما فوق في الديزاين اتكلمنا عن حاجة فرعية اسمها بتبدأ مع الديزاين وتنتهيش معاها بتكمل هنتكلم في مرحلة التندرينج عن حاجة فرعية برضو هي ايه العقد نفسه لانه دلها ننضيف مرحلة التندرينج مش في الخطوة التالتة هنمضي العقد طب ما تيجن نتكلم عن العقد شوية قال لك ابروميس تعريف العقد كلمة كونتراكت معناها عقد عقد اتفاق بين طرفين واحد عنده حاجة هيداني والتاني عنده حاجة هياخدها الله اكبر بنسميها ميوتشوال أسنت فبص بيقول لك اول حاجة تعريف العقد الكنتراكت قال لك ابروميس هو وعد بس مش اي وعد مش وعد الحر دين لا ده وعد مقيد بقانون مطبق بعرف القانون وبتطبيق القانون ابروميس انفورسبل انفورسبل يعني يعني ما يفعش عمدي عقد باعيك وقول لك والله ما اش هعرف بقى ما ده وده لو نحن صحاب وما فيش عقد لكن العقد هنا عقد مقيد بقانون الدولة اللي بيولزم الافراد بالالتزام بما كتب في هذا العقد من بنود ابروميس انفورسبل باي لو مش باي اي حاجة تانية مش بالقوة القوة هنا قوة القانون اللي بيخضع لي الجميع المفترض باي لو which may be to do something or to refrain from doing something العقد ده المفترض ان هو ممكن يقيه اني بينص على ان انا اعمل حاجة معينة او ان انا امتنع عن فعل حاجة معينة يعني اي حاجة تكتبها جوه العقد هتكون حاجة من اثنين يعني انك تفعل واحد اثنين ثلاثة وتلتزم بهذا ويوقع اسفله الموقع الاولاني المتعاقد واحد والمتعاقد اثنين او ان نتفق ونمضي عقد على الا نفعل كذا زي عقد عدم التعرض كده مثلا او اللي هو المحضر اللي بيعملو في الاسم انت بتمضي فيه ده اشرف هيكون بعقد على فكرة يعني كلمة عقد خليها اشمل في اتناغك شوي هي انتفاق الزامي فيقولك ايه عدم تعرض ده كده عدم فعل الشيء معينة فانت ملتزم بعدم فعل هذا الشيء واذا فعلته يعتبر هذا خارقا لهذا العقد ومستوجبا لعقابك قانونة او قانونية فانا همضي في العقد ان انت تعمل واحد اثنين ثلاثة في كامونة المنزل مثلا انك تبني منزل عشر طوابق بالمواصفة الفلانية واللي انت تمتنع عنه الريفرين يعني يمتنع عن فعل شيء معين انك ما تضرش بالبيئة ما تستخدمش مواد خام مدرة للبيئة ما تعملش مش عارف ايه ما تعملش مواد قابلة للتأثر بالرطوبة او قابلة للاشتعال او تضر بالسكان او تعملي توزيع المنزل مش عزلة للصوت كل دي اشياء بشترطها عليك في العقد لان ما لن يكتب لن نستطيع الحساب عليه لو ما كتبناش ده هنيجو قدام نختلف ونتحاسب بقى وفقا لإيه يبقى نتحاسب وفقا للعقد اللي هيكتب بنا A promise enforceable by law which may be to do something or to refrain from doing something العقد ده شيء وعد ملزامي من قبل القانون يكتب فيه انك ستفعل اشياء وتتنتنع عن فعل اشياء ده تعريف العقد وده السؤال جاي في انتحاني يا جماعة بإذن الواحد لا شك في هذا ان شاء الله The making of a contract خلي بالك بقى انك تكتب عقد دي require the mutual assent of two or more persons يعني ده بيتطلب انك تكتب عقد ده محتاج منك ايه محتاج ايه موافقة assent يعني موافقة او التزام خلينا نقول موافقة مشتركة او اسمها ايه mutual يعني حاجة تبادلية حاجة راحة جاية مش عارف والله بترجموها ايه mutual يعني ايه متبادل عمال افتكر mutual respect لو فاكر اللي احترام المتبادل هنا بقى بنقول mutual assent او اللي هو الايه موافقة متبادلة من اتنين او اكتر من الاشخاص يعني ممكن العادي يبين اكتر من طرفين عادي هو اتنين على اقل فعش عقد من طرف واحد ده عاك يعني حتى لو عقد مع الحكومة مثلا فده بيبقى طرفين الحكومة بتعترف طرف بتعتبر طرف فالعقد يجي يقولك في الانتحان هل اقل حاجة فيه اتنين ولا ينفع يععد واحد فقط لا اتنين او اكتر هل لازم ان العادي بقى اتنين فس لا ممكن يبقى اتنين او اكتر تشوف كل دي اسئلة ممكن تكون متحين يعني يتطلب موافقة متبادلية بين طرفين او اكتر تبادلية يعني ايه هيوافقوا ازاي ايه توافق التبادلي ده انا هعمل لك حاجة وانت هتاخد الحاجة دي الله اكبر واحد منهم بيقدم عرض تعمل المشروع والتاني قال له اه اعمله واحد يقول لك تعمل المشروع ده بالتفاصيل الفلونية وانك تاخد مقابل لي الف انت قلت لي خلاص موافق نمضي العقد كده خلاص قلزم كل الطرفين بانه سيفعل ما التزم بي في هذا العقد ولو لم يفعل يعرض للعقاب قانونا والطرف التاني يقدر يطلب منه في المحكمة انه يخب منه حقه فهم جميل جدا هيك في نتحق كل نقطة من دول بارتيز معناها ايه اطراف او احزاب هنا بقى معناها اطراف طرفين العقد دول لو واحد منهم فشل في انه يلتزم بالعقد بالوعد بتاعه الوعد المقاهد بقانون الطرف تاني يعمل ايه الطرف التاني يقدر يروح يقتص منه محكميا او قانونا ياخب منه يعمل ريدرس لجال ريدرس يعني ايه كلمة ريدرس جاية عامل زي كلمة ريميدي اللي هي اسمها ايه انتصاف اظن يعني بترجمه كده سعب في اللغة العربية انتصاف فين او انصاف مثلا يعني ان اخد حقه حتى لو جبت السنانمز هتلاقيها ايه هتلاقي من ضمنها ريميدي ريميدي اشهر كلمة خالص الانتصاف مهم يعني تقدر تقتص منه قانونا تاخد حقك هو دي فكرة العقدة اصلا ان احب نلزم الطرفين بالالتزام بي طيب واحد ما التزامش التاني ااخد حقه من المحكمة يعني دفعت للمقاول مئة الف مقابل ان يعمل لي كشك الراجل ده تخلف عن عمل الكشك ده وانا عايز مئة الف بتاعتي قال لي لا انا صرفتهم اروح للمحكمة تحجر بقى عليه تاخب منه فلوس وبقى تعمل بقى اللي تعمله مش زنبي قانون التعقدات زي ايه بقى خلي بالك بيقولك قانون التعقدات ده بيشمل اسئلة كتير خلي بالك يعني اما روح للمحكمة هتسئل عن حاجات كتير او في مطال العقد وهو المحكمة هتحتاج هذه الاجابات عشان تقدر تحكم على اساسها او زي ايه اذا ما كان هناك عقدة اصلا ام لا دي اول نقطة الناس بقى طوزمان كل واحد يملك البيت مثلا بحجج قديمة بس هل دي تعتبر عقدة ولا لا تبا مروح انت معك اصلا الحجج معك الحجج يا ويلد الى اخيره فهو في عقدة اصلا ولا لا فهمت اصلي ادي اول سؤال من معنى بتاع العادة ده ايه هل هو فعلا ملزم للطرفين ولا كان فيه تلعب بالالفاظ ولا كان فيه واحد اصلا جاي المحكمة يطالب بحاجة ليست له ولم تقيد بعقد والقانون مش بنقول لا لا يحمل المغفلين ولكن القانون لن يلزم لن يلزم طرفا بشيء لم يلتزمه من ابتداء الأمر لم يلتزمه ابتداءا انا مطالب ان انا لازم طرف تاني بحاجة انت كنت متوقعة منه بعشم العشم ده ملوش لازمة بالنسبالي اللي مقيد في العقد ان هو ملزم يدك واحد اتين هو ادلك واحد اتنين التلاتة اللي انت قلتوها في مخوكو دي من لاش زعب يحنى كمحكمة القانون لا يحكم بهذه الطريقة ابدا يقولك بياخذ في اعتباره بينظر اذا ما كان هذا العقد قد خرق ام لا يقول لي بالك ممكن العقد ده يكون احنا فسخناه اصلا فساعتا انت جاي تطالبني باي احنا فسخنا العقد ده فاهم و ايه التعويض اللي هيروح لصالح الفئة او الطرف المتضرر لازم ان يبقى العقد مكتوب فيه الشرط الجزائي لو واحد من الطرفين اتضرر والعقد ما اكملش الطرف الثاني ده يعمل ايه فبيقال ليه شرط جزائي لاخير يقدر يستحقه بموجب هذا العقد اظنك الكلام ده مش حتاج اي حفظ كلام سهل جدا حتى احنا حفظناه خلاص لا تعريف العقد بيحتاج موافقة من طرفين واحد عنده افر والتاني بيقبل الافر ده الحاجة التالتا الاسئلة اللي بيجيب عليها هذا الموضوع ان ايه هو العقد اصلا هل هو موجود هل في عقد قائم بالفعل ولا لا هل اتفسخ ولا لا ايه التعويض اللي هياخده الطرف المتضرر كل ده يجيلك في متحانة على فكرة بنسبة ما طيب بص بقال لك ايه احنا اخدنا project life cycle المشروع ككل بيمر بايه طيب المشروع اول حاجة دراس الجدوى بعدها تصميم للمشروع على الورق بعدها مناقصة وناخد الاحسن مقاول نمضي معاه عقد طيب استنى بقى العقد ده هنعمله ازاي وحا بنمضي العقد هل هنقول لنا بسم الله هاتلي عقد ومضي لا العقد نفسه ليه life cycle ليه دورة حياة بنسميها contract life cycle العقد بيمر بقصة شوية عشان نمضيه او عشان نعمله اصلا اول حاجة بيقول لك ايه contract life cycle management ادارة حياة دورة العقود عشان تمضي العقد صح بيمر بعدة امور لو انت ادارت ده بشكل جيد قلك relates to the entire process of managing a legal contract ده بيتعلق بايه بكل الخطوات اللي هتمر بيها عشان تعمل عقد قانوني this includes هيشمل ايه بقى drafting الصياغة انك تصيغ العقد ازاي drafting the document الورق اللي هتعمل اللي هتكفي العقد او الورق having it properly reviewed وترجعها بشكل صحيح having all parties sign it وانك تخلي كل الاطراف توقع على العقد then executing it وبعدها ايه تنفذه تنفذ العقد ده او ما يوجب بموجب هذا العقد it consists of seven stages انه يتكون من سبعة مراحل هو ايه اللي يتكون من سبعة مراحل ايه اللي ات ده عيده على ايه على life cycle بتاعت contract العقد عشان الكتب يمر بسبعة مراحل السؤال بالمهم جدا ركز معايا فيه حتى الان المشروع life cycle بتاعته اي مشروع في الدنيا كم مرحلة اطلع اه ركزها في الكلام الي جايده سبعة مراحل ده project life cycle طيب في المرحلة التالتة وحب نمضي العقد مع الراجل المقاول العقد نفسه ليه life cycle كم دور كم اسمها ايه كم stage سبعة برده سبعة stages هاي كنت حاني يقولك عدد الخطوات بتاعت life cycle stages بتاعت contract ايه سبعة طب بتاعت project سبعة وفي حاجة كده اه استنى ما ايجي وقتها المشروع عشان اي عقدة عشان يكتب بنعمل ايه اول خطوة planning العافجة مش مشروح الكلام للأسف مش مشروح فانا لذلك شحرك ببقي لان هيجيلك عليها اسئلة الدكتور جايب اسئلة على دي بالبقي كده ال planning التخطيط يعني ايه التخطيط ال planning العام من فوق كده خالص منحط في العقد ده اول حاجة منعمل اول خطوة كده هو منقول الاطار العام بتاع العقد الطرفين اللي اتفقوا عليه ايه اه يتعاهد فلان لفلان بنيفعل واحد اثنين ثلاثة بعدها منقول الرؤية العامة الفلوس الاجمالية الزمن النهائي للتسليم منحط شوية عناوين عامة كده الرؤية العامة للمشروع الاطور العامة الفريمز الرئيسي الجنرال فريمز جميل دي في مرحلة ال planning بعدها منبدأ ندون ما قلناه في ال planning ده ندونه نعمله drafting صياغة نصيغه بشكل ليجل لانه ده بنحتاج في محامي لانه السياغة دي كل كلمة فيها تفرق فبنحتاج مش ايه حاجة مش ايه كتابة خلاص فممكن تظن ان هذا انما كتبته ملزما للطرف الاخر وهو ليس بملزم فبنحتاج سياغة قانونية ده كل واحد يوم مع محامي نائب عنه يتفقوا على الموضوع قانونة اثنين درسين فبنخطط بعدها بنكتب اللي خططناه ونعرضه على الطرفين فيحصل approving الموافقة ودي اهم مرحلة على فكرة اهم المراحل approving لازم نتأكد ان ما كتب هو ما نريده طيب واحد لقى حاجة مكتوبة بس مش عايزها لا احنا مش متفقين على كده السياغة دي فيها ازمة فهي اعترض على جملة معانة مكتوبة في العقد فنبدأ نتفوض عليها ننسيلها ونحطها نبدأ السعر ده غالي لا السعر ده رخيص طب نشيل دي نحط دي دي مسامية مرحلة negotiating negotiating معناها المفاوضة او التفاوض نشوف ايه اللي يتشال ايه اللي يتحط طبعا تيجي بعد ال approving وقتلك بعد كده ما تاخدش الخطوات دي انها just in forward لا ممكن تبقى ايه اسمها ايه يعني مش في اتجاه واحد ممكن يقفيها iteration يعني احنا approving وفقنا على العقد بس عندنا اعتراض فننزل نتفوض عليه بعدين نطلع ن approve بعدها ننزل نتفوض لسه على حاجة ثالثة ن approve لحد ما نخلص ننط من ال approving على ايه نوقع العقد فممكن يحصل دورة حلقة تكرارية ده في اي خطوات في الدنيا على فكرة يبقى بنخطط الاول اطار عام بنصيغه في شكل عقد الطرفين بي approveه عليه لو في اعتراض بي negotiateه عليه بيعمله negotiation او negotiating طب اتفقنا وانتهى التفاوض بن sign بقى بنوقع العقد signing بعد ما وقعنا العقد من راجعه مراجعة نهائية للتأكد من جميع ما كتب من جميع كل حاجة revising طيب العقد مدته دي هتنتهي كمان سنة العقد الساري لمدة سنة السنة خلصت واحنا لسه الشغل مخلصة او عايزين نجدد العقد فممكن نعمله renewal او المدة مخلصتش ولا حاجة بس احنا عايزين نضيف بند في العقد فبنقول لا مش ينفع البند دا يضاف دا هيأثر على الباقي كله فبنعمل تجديد للعقد من أصله فبنعمل renewal يعني اعادة هيكلة للعقد دا أصله سبع خطوات مرتبين بشكل منطقي جدا نخطط القطور العامة نصغها يقعد الطرفين يتفقوا لحد ما يأبروفوا عليها يتفقوا يعني ويقبلوا طب لو في اعتراض ي negotiateه عليه يعني يتفاوضوا طب اتفقوا خلاص ي sign يبدأ يعمل signing او توقيع للعقد يرجعوه مراجعة نهائية لو حصل فيما بعد ان هو محتاجي الجدد يعمله renewal بس دي كده contract life cycle دورة حياة العقد دي جوه المرحلة الثالثة في دورة حياة المشروع اللي هي مرحلة اختار المقاول وماضي العقد معاه اتحفظ حاجة حاجة كده يا ابني والله افهم و اماذا ينعمله بالقدر و نعمل هو بالقدر هذا الحفز اصلا و이라는 Entwicklung هو الحفز الجيد حلو قدنا يعني إنه عقد يعني إيه دورة حياة العقد ول أني تفاصيل components تم Ur old world و تخطي هما سأقوم بإمكان ما في العقد ان الورق لن أحصل sur العقد المال Checklist من نية احتفظ عدد من الأوراق درجالك في حجم الكتاب كتاب صغير 200 ورقة مثلا ده مش صغير ده وقتين ورقة مثلا مكتوب في كل حاجة بقى ايه لا يتحط في المتين ورقة دول؟ قال لك عدة اشياء تعال نشوف ايه لا يتحط فيها قال لك كلمة دي خطيرة الجملة دي مهمة جدا بيقول لك الورق اللي هنحطه اللي بيكون كلمة عقد دي لازم يبقى عبارة عن ايه؟ كل ورقة بتشرح ورقة تانية كله بيشرح بعضه كله بيفسر بعضه ما هو مبهم في ورقة تجده موضحا في ورقة اخرى طيق عشان كده الورق بتاع العقد ده تكاملي عذكر لو بدأت لو قلت لك لو عايز اقرى العقد اقرأ انه ورقة فيه الاول اقرأ اي حاجة يا حبيبي لان اي حاجة تقراها فيه اخرى هتفسرها ما عندلاش اشكالية طيب السؤال بقى يبقى لازم يتخذ العقد لان كل ورقة فيه بتشرح الاخرى فيش حاجة مبهمة اللي مبهم هنا هتلاقيه متوضح هناك لو حاجة مبهمة في العلوان الرئيسي بتاع العقد هتلاقيها ايه؟ او في السياغة المبدئية هتلاقيه موضح في الولقة التفاصيل اللي جوه تقلب بس هات صفحة 50 كده هتلاقي التفاصيل بدأت فما تقلقش خالص مثلا اعطتلك مسلا عايزين نبني الدور الاول نبني عشرة دوار دي كلمة مجملة هتلاقي تفاصيلها قدام تفاصيل بعد اجمال هتلاقي قدام بقى بيقولك الدور الاول فيه خمس شواء فيه قصدي اه ممكن بقى ثلاث شواء مثلا وفيه مع كل شقة عداء عليها باب والبده نوعه كذا وتفاصيل المادة الخام بتاعته ومش عارف ايه ده بنسميها ايه كل واحد يشرح الاخر For the purposes of interpretation عاملين كده ليه؟ عشان نخلي ايه؟ خلي بالك من النقطة اللي جاية دي دي جملة جديدة يعني Point full stop وده انا F capital يبقى احنا بدقين ايه جملة جديدة يقولك من اجل اغراض التفسير interpretation او الايضاح عشان دي بقى دينيها واضحة وما فيش اي خلاف يحصل بيننا قالك هنرتب الاوراق بتاعت العقد ترتيب اه ترتيب معين نلتزم بيه ونرجع له عند النزاع يعني ايه الكلام ده قالك حنرتبهم ترتيب من الاعلى للأقل يعني ايه من الاعلى للأقل حصل نزاع وتضارب او تناقض بين حاجتين من الاوراق اللي جاية دي كل ده تلاقي حاجات عندك ايه؟ A B C D E F كده 6 GH 8 8 اوراق رئيسية لابد ان تتوافر في اي عقد في عقد خاصة في غضل بقول البنى مثلا او حتى غير البنى التمن اوراق دول رئيسيين لازم يكون موجودين جوه الايه 8 documents لازم يكون موجودين جوه ما يسمى بالعقد هم دول documents بتاعه الايه بتاعه contract طيب التمنية دول حصل في مرة مثلا ان اتنين منهم مكتوب فيهم كلام متعارض يعني مكتوب اننا المفروض ده ابني مثلا شقة بتكريفة مليون ده في التفاصيل العامة اللي فوق جيت في التفاصيل التحت التفاصيلية قوي لقيت ان اجمالي اللي محتاجه عمله في التفاصيل التفاصيلية محتاج مليون ومئة الف كده في تعارض طيب نمشي على ايه قالك قعدة سهلة اوي احنا بنمشي على الاشياء من فوق لتحت لو حصل اي خلل بنرجع للورقة اللي اعلى في الترتيب الحتة دي مش عليك لاني مش هي ايكا شوي خليها بس ان فيها كلام كتير اوي فاحنا خلينا نعرف ان الورقة ده مترتب مترتب من ناحية ايه مش من ناحية اني حنقرال اول لا مترتب من ناحية السلطوية هذه الورقة سلطتها اعلى مما دونها لان هي الاساس اللي وراها اقل شوي اللي وراها اقل شوي فلو حصل تعارض بين اتنين بناخد الاعلى فيهم فوق وده اللي نلتزم به عند النزاع والمفترض المفترض ان الورق كله مفسر لبعض وبعض محساش اي تعارض ولو حصل تعارض المهندس بيتدخل وبيعدل ده فبس اقلك ايه لازم يكون بهذا الترتيب الاتي اول ورقة بنحطها ايه او اعلى ورقة في السلطوية في العقد ده بنسميها يعني ايه يعني بنعمل عقد عام يتعاهد فلان لفلان ببناء كذا والفلان ده هيدينه مقابل البناء ده مليون ويسلموا في نهاية شهر ايه اكتوبر مش عارف فالفين وخمسين اي بتاع بق ايه من فكرة ايه ده كده عقد عام ده اللي مهيمل على ما دونه ده الرئيسي فوق خالص ده الحاكم على ما هو سواه على الاسفل منه يعني طيب ايه رقم اتنين في السلطوية the letter of acceptance خلي باك انت هيجي في نتحاني يسألك بس اني اولا كم ورقة مفوضة موجودين ده العقد او تحت مسمى العقد فيه ثمان اوراق لازم يتوفروا تمانية documents ثلاثة وتلاثة كمان واثنين اهم تمانية تقريبا ممكن يزيدوا بس هم تمانية رئيسيين ولو حصل اي تعرض بينهم مفوض المهندس تدخل يعمل ايه عملية اضاحة ده اللي عليك تعرف مش عليك تعرف حتة النين قبل مين وده لو حصل مش يجيلك امثلة يعني طيب the contract agreement ادي اول حاجة بعدها the letter of acceptance the letter of tender letter of acceptance اللي هو من مين من المقاول المقاول خلي باك احنا لو حصل تعرض هتجينا نعرف المقاول وافق على ايه لان هو اللي شغال هو اللي في ارض الواقع بيشتغل فانت وافقت على ايه عشان نرجع لما وفقت انت عليه فنلزمك به الزامة طيب ما لقناش فيه حاجة نرجع للي تحتيه على طول the letter of tender اللي كان مكتوب في الورق اللي تعرض عليك وانت وافقت عليه ما هو انت بيتعرض عليك ورق بايه بدكيم انت معاينة فيها العرض انت بترد عليها بالعرض بتاعك او بالacceptance بتاعتك في ورقة تانية شفت الدنيا ماشية منظمة ازاي يبقى the letter of acceptance يليها the letter of tender اللي قدمها الاستشاري نفسه طيب بعدها بنكتب تفاصيل the particular conditions العناصر الرئيسية اللي اسمها ايه الخاصة particular حاجة تفصيلية شوية حاجة محددة حاجة مخصصة بيقى فيها تفاصيل اكتر كذا بكذا وهيتعمل فيها عدد قطع واحد اتين ثلاثة الى اخير بعدها بنخط the general conditions لو ما لنشن حاجة في الجانب التفصيلي هنتزن بما ذكره في الكلام العام القواعد العامة اللي هنبني بيها والورق اللي كتب فيه التفاصيل العامة محتاجين ادوار كذا مش عارف اجمالي كذا لكن هنا بنكتب التفاصيل اكتر لو اتنين دول تعرضوا المفصلة والمفصل مقدم على المجمل كده كده يعني بعدها اخر حاجة خالص طب ما لقناش في المكتوب اصلا مش محددين احنا هنلتزم بما ذكره في المعايير اصلا اللي احنا ملتزمين بيها يعني في معايير جنرال كده هو يندق تحتها كل الناس معايير للمأولاد مختلفين هي الميت متر دول هنعملهم كذا ولا كذا مش كاتبين ترى انا مش كاتبين في العقل يبقى نعملهم وفقا للمعايير اللي الدولة شغلة بها الكود المصري مثلا او الكود الامريكي اللي احنا نشغلين في دولة تانية اي مثلا طيب ما لقناش في الاسبيسي فيكيشن نرجع للدروينج بتاعتنا احنا لان احنا رسمين الرسومات هتعتمد عنها هنعمل واحد اتنين ثلاثة فيبقى نختار واحد اتنين ثلاثة دي يبقى لو ما لقناش حاجة ننزل على تحتها على طول ما لم يذكر في الاعلى يذكر في ما دونا ده دروينجس طيب كل ده في الاخر ودع الشيطة بتحط معنا الجدول الزمنية واسعب ينتقها الشيطة بالنطقة بريتش بريتش بنتقه كده لكن الاجنب الامريكان بنتقه قصدي هعلم نطقة سكيجول محب نطقة كده الصراحة الجداول الزمنية يبدأ الترتيب من الاعلى في السلطة الى الاقل من الاعلى في الاعتماد الاعتمادية تفاهم قصد إيه؟ تحسوا كده مجمل أكثر تفصيلاً أكثر 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 ثم أكثر ففيه جو كده التفاصيل دي محتاجة طريقة ثانية تشريح بيها مش وقتها خلص وإلا تقولي كنت تطول والله بس أنا عليك يعني إذا كان عدم إضاحة أو لبس أو تناقض إذا وجدنا أي تناقض حصل ما بين المستندات دي هو ما حابش تعبك قال لك إيه؟ The engineer shall issue any necessary clarification or instruction المهندس هيعلن أو هيقول أي توضيح زائد أو أي تعليمات تزيل اللبس الذي حصل رمى الحملة على المهندس وقال لك ما لك أنت دعوه مش تدرسها لك If an ambiguity or discrepancy is found in the documents The engineer shall issue any necessary clarification or instruction شكراً طيب ده كده دورة حياة العقد بيمر بثمن بيكون موجود فيه دورة حياته فوقها بيمر بسبع مراحل ومنطقين جداً بعدها العقد نفسه بيكتب فيه أوراق كتير منهم ثمن أوراق رئيسية ثمن documents رئيسيين ولو حصل أي تعارب بينهم المهندس بيتدخل ليزيل هذا اللبس كل ده إحنا في مرحلة إيه؟ التندرينج مرحلة إن إحنا بنجيب مقاول نمدي معها عقد عشان هو اللي يقوم بالمشروع عادنا بعد نتكلم على العقد كده المرحلة الثالثة خلصت ليس نتكلم على المراحل البقية سنبدأ أن نتكلم على شيئاً عاماً على شوية معلومات على السريع شيئاً شيئاً وفي الآخر شيئاً اسمها أنواع البيتز أو العطاءات ويبقى كده خلصنا الدرس وده أغلب اللي جاء في نتحان على فكرة تعالي بأنشوف يعني إيه؟ شيئاً بإختصار شديد كلمة معناها مصلحة كلمة مصلحة أو منفعة أو شيئاً مهمة بالنسبة لحد معين يعني شايل حاجة متعلق به شيء معين أصحاب المصالح أو بنسميها؟ أنا بحب أن أسميها الجهات المعنية من نعنيه بهذا الأمر؟ ومن تتعلّق به مصالح هذا الأمر؟ ومن اله هيصب في المضادة في الآخر؟ طب لما نربطه مع كلمة مشروع يعني في البلد المشروع ده هيأثر في مين؟ سواء بالسلبة أو بالإجاب بالدخلة أو بالإخراج، أيًا يكون هيلامس مين؟ مين اللي هياخذ من المشروع ومين هيديله؟ اللي هيديله سواء مدير، صاحب المشروع، الشغالين في الشركة، طب مين هياخد منه؟ والناس اللي هتستخدم المنتج الناس اللي هيتضرروا بالبيئة اللي هتتضرر بالناس اللي هيتطلع من المشروع كل من سيتأثر بالمشروع من بعيد أو قريب بنطلق عليه Stakeholder بنسميه Project Stakeholder كل من سيتأثر بالمشروع ده سلباً أو إيجاباً، مش إيجاباً فقط قال لك Stakeholders are those خلي بأكد الكل اللي في صفحة ديك في المتحان إن شاء الله، وهتشوف دلوقتي معاه في الأسئلة Stakeholders are those with an interest in your project's outcome هي الناس اللي مهتمة بالمشروع بتاعك، بما سيخرج منه بالناتج بتاعه، وإنت تتعمل منتج كل اللي يتعلق بالمنتج ده، سواء هو اللي شارك في عمله سواء هو اللي هيشتريه، سواء مش عارف إيه كل دول اسموهم Stakeholders in general كده اسموهم Stakeholders أو الجهات المعنية ديما بتلوف تشوفك اللي بديه في الأخبار يقول لك إلى الجهات المعنية الخاصة بكذا يعني من يتعلق بهذا الأمر؟ هما دول كلهم اسموهم جهات معنية طيب they are typically هما في الغالب بيكونوا إيبقى The members of a project team الناس اللي شغالة في الشركة اللي بتعمل البروجيكت أصلا دول طبعا ليهم علاقة بالمشروع عايزين نطلعوه في أفضل صورة Project managers المديرين بتوع المشروع أكيد ليهم علاقة شفتوا موضوع الشيء اللي حدثوا إزاي The executives المنفذين أو موديل التنفيذي فهم؟ Project sponsors الداعمين للمشروع عندهم هتأثروا بالمنتج اللي يطلع لو سمعتوا وحشة هيتضرروا فلوس شوف كل حاجة بقى أنت إسه أنت وشوف هيتضرر إزاي The customers الزباين And users والمستخدمين بتوع المنتج اللي يطلع فهم الفكرة؟ كل دول اسموهم stakeholders In general كده طيب Stakeholders ده تعريفهم بقى Are people Who will be affected by your project At any point in its life cycle And their input Can directly impact the outcome حتة حلوة أوي الحتة دي ركز في الكلام The stakeholders هم من الناس اللي هتأثروا بمشروعك في أي نقطة من دورة حياة المشروع يعني إيه؟ يعني أنه أنا مثلا بختار المئاول أو أنا بديزاين فأنا بديزاين بديزاين خدت في اعتباري أن السكان اللي جنب الشركة ما يتأثروش بصوت اللي منها كان مثلا كده السكان دول دلوقتي أصبحوا عندي stakeholders لازم ألقي لهم بال لازم أدخلوا في عملية إدارة بتاعتي وأتواصل معاهم وأعرف هيتضرروا ولا لأ وانزل أعمل معاينة وأشوف كل ده لازم ألقي له بال دخلوا معايا في دورة المشروع بقوا تابعا أصحاب بقوا أجهات معنية ونقول stakeholders are people who will be affected by your project at any point in its life cycle and their input الإموت بتاعهم هو إيه؟ سواء فلوس هيشتروا مثلا الحاجة أو رضاهم satisfaction بتاعهم and their input can directly impact the outcome it is essential to practice good stakeholder management إنه من الأساسي والضروري إنك تعمل إدارة جيدة للتعامل مع الايه؟ stakeholders إنك تكون بتراعيهم في كل مشروعك and continuously communicate to collaborate on the project وتتواصل معاهم عشان تتعاونوا جميعا في المشروع ده إن يطلع بأفضل شكل ممكن سواء الناس اللي شغالين في الشركة اللي عملا اللي برا تاخد أراء الزباين أراء مش عارف ايه طيب البروجيكت قال لي جاء في فرقة بينك اللي بيتيين مهمين جداً وده سؤال في الامتحان يا جماعة لو ما جاش يعني لا يحصل هايجي إن شاء الله يجب يجي أصلا يا ابني هو ها فيهمك حاجة اللي بيضع الامتحان عنده كريتيريا معينة لازم يختبرك في كل أجزاء المنهج الرئيسية أعشان كذا أتكلم بالسقة وقل لك هيجي سؤال على دي ده مش دجل فاهم فالحتة ده مهمة stakeholders ما هو فيها بينهم key stakeholders أو key project stakeholders الكي دي معناها حاجة مفتاحية أو حاجة رئيسية يعني زي ما فيه stakeholders كل من ستأثر بالمشروع من قريباً أو من بعيد في حبة كده هم داخل ال stakeholders خلي بقى كده ها عندنا حتة على الجمع لش أنا أسف طعم على ها بص كده عندنا دي دايرة دايرة جبيرة هاي اسمها ال stakeholders جواها دايرة أصغر شوية ها جواها دا ممكن نقسمها حتتين كده ها منقول الدائرة دي كلها الكبيرة اسمها stake مصلحة holders أصحاب المصالح holders أو الجهات المعنية الحتة اللي هنا دي مثلا نسميها نسميها stakeholders عاديين وده منسميها key stakeholders حبة كده اسمهم key stakeholders هي المنطقة دي حبة معاينين يعني هي جزء من ال stakeholders هم stakeholders اه بس key رئيسيين ايه رئيسيين بقى دول دول الناس المهمين قوي اللي تأثرهم هيودي المشروع يا في النجاح يا في الفشل زي مين زي الزباين الرئيسيين الزبون بتاع الشركة دا لو رضي عنك انت كده الشركة بتنجح طب لو صخت عليك الشركة هتروح في دهيا حتى لو انت مطبق كل الكريتيريا بشكل سليم يعني لو عمل في المعادل المناسب وعمل المنتج المناسب بس عمل اي غلطة خلت اللي هو اللي هو اللي هو هنا اسمه اليوزر ما رضيش عن المشروع ده او عن الاوتبوب بتاعه او عن الاوتكم انت شركة خسرت حتى لو انت عامل كل حاجة كما هو في الكتاب فهمت الفكرة ايه؟ ففي ناس اخص شوية حاجة ده حاجة جوا حاجة فيه stakeholders من برا اي حد ليه علاقة بالمشروع سواء يفرق معنا او ما يعني ما يفرقش بس هو احنا بنحاول نبقى كله بيفرق معنا بس اي حد تقصر بالمشروع ده بي افكتد باي the project بنسميه stakeholder في بقى ناس هيتقصروا بيه ويقدروا ينجحوا المشروع او يخصروه يقدروا يحلوا المشروع او يكملوه الناس الراقسية قوي بنسميه key project stakeholders قالك بس بعد عن قارن بينهم key project قالك project stakeholders العاديين can be single individuals ممكن يبقى افراد or entire organizations او مؤسسات انا مثلا ببيع لشركات انا مورد مثلا who are affected by the execution or outcome of a project ده تعريف اخر لل stakeholders عادي خالص مفيش اي جديد طيب بصي بقى it doesn't matter whether the project affects them negatively or positively if they are affected they are a stakeholders they are a stakeholders مش اه مستنفع يعني المهم it doesn't matter whether the project affects them negatively or positively لا يهم اذا كان المشروع يؤثر عليهم سلبا ام ايجابا طالما بيتأثروا فهم اصحاب فهم جهات معنية جهات معنية لو تأثروا ايجابا جهات معنية لندول المصدر ربحي لو تأثروا سلبا فهم جهات معنية لاصلاح ما يقع عليهم من ضرر اللي ده واجب علي يبقى it doesn't matter whether the project affects them negatively or positively if they are affected they are stakeholders يبقى ده تعريف كلمة stakeholders in general ممكن يبقى افراد او مؤسسات المهم انه يتأثروا بالمشروع سلبا ام ايجابا طب لو ناس رئيسية اوي بقى وتأثرهم ده هيؤدي المشروع بيحدده هو هيفشل ولا ينجح بصبقه هما اسمهم ايه key project stakeholders تعرفهم however key project stakeholders مع ذلك دول نوع اخص شوية هما مين are stakeholders who have the influence and authority to dictate whether a project is a success or not هما الفئة او الافراد اللي ليهم التأثير هما stakeholders عادي خالص بس نوع اخص شوية ليه التأثير والسلطة ان يحدد المشروع ده خسر ولا نجح زي مين خلي باك بالنوطة مهمة هل في قانون او دستور او قرآن ايحدد مين ده ومين ده لا احنا اللي بنحدد في المشروع مين العنصر الرئيسي عندنا ومين اللي لا يعني ممكن شركة مش مهتمة اصلا بال مثلا يعني فرضا مش مهتمة بنوع معام من الناس مش فارق معاها وينه مش بنزانه مش key project stakeholders هسامي مثال صفحة ببيع ملابس للرجال مثلا مش هيفري معها يعني قوي اراء الاطفال انا بدي مثلا فلو دخل كتب لها ألف وواحد تعليقات على الالاج مش هتفري معها لو كتبوا البوست بتاع الاعلان بلغة فيها تعقيد شوية مش هيفري معهم حاجة لإني أصلا الأطفال هنا مش Key Project Stakeholders فمش الرأيهم في اللغة لكن لو إحنا مجلة وإحنا صفحة مجلة أطفال هنا Key Project Stakeholders هم الأطفال فهمت قصدي إيه؟ فإحنا اللي بنحدد مين الـ Project Stakeholders عادي ومين الـ Key Project Stakeholders اللي قادرين ينجحوني أو يفشلوني فأشتب أنت شركة بتعمل Animation لكارتون وتقول لي والله أنا كله زي بعض لا الطفل هنا هو الأهم ده Key Project Stakeholders فده اللي ترعيه دراسته كله منصب عليه طيب وقل بقيين الأب والأم مثلا هم Project Stakeholders بس مش Key ليه؟ هو أنا بس عايز أرضي أن أنا إيه؟ ابنهم يقف أمان يقوم مطمئنين عليه لكن مش ههتم بقى بكل تفاصيل تعرف في الطفل بتهتم إيه؟ بلون الملابس تحت الشخصية الكارتونية بالحركة بتوافقها مع الجانب النفس للطفل لكن في الأب والأم مش هتم كل ده أنا بتم بس بحاجة أقل شوي فالـ Stakeholders العاديين بحاول أرعيهم لكن الـ Key Project Stakeholders بحاول أرضيهم فهم قصد إيه؟ Are Stakeholders who have the influence and authority سلطة هنا سلطة مش معناها قهرية سلطة هو ده بوقع الأمر هو الزبون مثلا يعني المدير إلى آخره To dictate in yomley أو يقول Whether a project is a success or not These are the people and groups Whose objectives must be satisfied دول الناس اللي لازم طلبتهم أوامر بالبلد دي كده دول الناس أو المجموعات اللي كل المتطلباتهم لازم تتحقق Must be satisfied As they have the power to make or break the project لأنهم عندهم القدرة أو السلطة أو القوة إن هما يخلوا المشروع يكمل أو يبقفوا يفشلوا هما المعنيين هما أهم ناس معنية هما الـ Key Stakeholders هما المعنيين أوي حتى بصبق Even if all deliverables are in حتى لو كل المتطلبات سلمتها عملت الكارتون وسلمتوا في وقته المناسب بس الناس ما راضيتش عنك اللي هو الأطفال المشروع ضرب Even if يعني حتى ولو All deliverables are in It's a limit And budgets are met والمزينايات اتضبطت وكل حاجة ماديا يعني If the stakeholders are not happy The project can not be considered a success لو الناس دي مش راضي عنك مش سعيدة بالمشروع فشل يا معلم لا يعتبر نجاح حتى لو أنت عامل كل حاجة كما في الكتاب كما أنزل يعني فالدول كما نسميهم Keep project stakeholders هيجي لك في التعريف وهتبقى عارف ليس يصعب عليك خالص هيقول لك فيه ناس بيتأثروا كلمة affected ده بقى للشغل الحفظ Affected بس يبقى stakeholders بس طيب عندهم قدرة ويقدر يواصل مشروع ويفشل لقة وينجحه يبقى Keep project stakeholders فهمت الفكرة كلمة influence كلمة authority بس ده الامتحان طيب أنت فهمت معي في الشرح يعني إيه منقصة يعني إيه منقصة يعني نعمل عرض كده وتعلى كده برا أهو نعمل عرض نعمل ترابيزة كده ونقول يا جماعة عندنا يأتي السيشار يوقف عندنا مشروع تفاصيله واحد اثنين ثلاث اربعة هي الورق بتاعه وعنده شوية مقاولين يحضروا وكل واحد فيهم يبدأ يقدم البيد بتاعه أو العرض بتاعه ده يقدم بد ده بد ده بد إلى آخر ويبدأ هو في الآخر ينقي أحسن واحد منهم ده كده اسمه اسمها عملية تندرينج اللي حصل ذات ده اسمه تندرينج تندرينج أو مناقصة مناقصة طيب كل واحد يوم يقدم العرض بتاعه طيب ممكن نقول اندلاتي العملية دي ممكن تتمي بأنواع مختلفة طيب هندرسها من ناحية لده انه عمل حدث ولا تن نقدم عرض لا هنقسم على حسب العروض اللي هتتقدم فقال لك عندنا types of bits types عندنا types of bits أنواع العطاءات اللي ممكن تتقدم من قبل المقاولين قال لك عندنا أنواع كتيرة جدا عندك أشهرهم هناخد خمس أنواع هذه نوع الثاني الثالث الرابع الخامس أسهل من بعض جدا أول واحد اسمه open open bid الثاني اسمه bid الثالث اسمه negotiated negotiated كميلها بد الرابع اسمه serial bid أو serial tender اسم الحدث نفسه يعني فيها فلسفة شوية هنا قلنا tender الهدف على فكرة لأن نوصف فيها أو نصنف فيها العملية من جهة الشخص من حيث نظراتنا إلى جهة الذي أنشأ tendering نفسه وآخر نسميها direct bid أو direct award نعطيها اسم الإضافة كجائزة تعريفات سهلة وليس تعريف أصلا هذا هزار open bid يعني الراجل يحط الإعلام في الجرائض يقول أي مقاول على وجه الأرض يقدر يعمل المشروع بالتفاصيل الفلانية يقدر يقعد في المناقصة ويخش ويشوف ورقه ونحن نشوف ورقه وممكن نقبله قبل أن يخش المناقصة فهذه مسميها open bid مفتوحة للجميع كل ما يتوفر فيه الشرط الفلاني يجي لنا يقدم مفتوحة وفي الغالب الذي يعمل هذا يكون الحكومة الحكومة لازم تعمل open bid لأن الحكومة لا تتبع شركة معينة أو شيء يعني ممكن تحصل بالتفاهم لكن في الطبيعي أغلبه تعمل الحكومة أو الشركات الكبيرة ممكن أنت نفسك تعمل open bid عادي تعمل منقصة مفتوحة أي حد يقدر يقدم أي مقاول يقدر يقدر أي شروط أي شروط على نوع المقاول الذي جاء هو يوافق الديزاين الذي نفعله لا يجب أن يقدم الديزاين مطلوب فيه حاجة عندنا مثلا 10 أنواع 10 درجات من المقاولين تصنيفات أنت طالع أنا أريد مثلا فده مناقصة مفتوحة أي حد متحقق فيه الشرط أنه من الدرجة الرابعة فيما فوق يقدر يقدر يقدم مثلا بمدينة معينة ولا شركة معينة لأي حد فهي معناها أنه لا يوجد قيود على الأفراد ليس في الكريتيريا يعني طيب فالأعلان مفتوح أي حد يجب أول يقدم على المناقصة في يعمل المشروع يأتي لنا طيب نعملها في القطاع الخاص نعمل نعمل نقول أنا شركة وعايز أبني بيت جميل عايز أبني مبنى فأمرها مختارة أربع خمس شركات شركة D وD وD مثلا A B C وD اخترتهم بعينهم وبعدت لهم المشروع وقالت لهم احضروا يا جماعة في اليوم الفلاني عشان هنعمل مناقصة بين كنتم الأربعة يبقى حددت عدد شركات محدد يأتيوا عشان أعمل مناقصة بينهم حصرت الاختيارات عملت الدايرة تحت الاختيارات أدياء شوية هنا كانت مفتوحة خال الله كلهم أي مقاول على وجه الأرض متحقق في الشرط الذي كنت قيله هنا لا أنا قلت للأربعة شركات دول بعينهم تعالوا غالبا الحكومة بتعملش الخطوة في الغالب اللي بيعملها الشركات عادي أنا شركة وعايز أعمل مبنى فهم راح جايبة أربع شركات للمقاولات العقارية وقالهم يلا يا جماعة قدموا لي العطاءات بتاعكم في يوم كذا وتعالوا في المناقصة يحضروها وهاته كل واحد يحضر العطاء بتاعه أو بتاعه بدي منسميها سيليكتف بدي لاني فيها ايه بس خلي بالك اوبن لانها مفتوحة للجميع سيليكتف لان احنا مسلكين عاملين سيليكت لعدد معامل الشركات والله ما فيها حفظ ده بسيطة قوي طيب نيجوشييت تبد والسيريال تندر تعال قولك كده بالترتيب بس عشان بس ترتيبها منطقة شوية الديركت أورد سهل خالص ان انا عامل ايه ان انا كشركة عايز ابني مابنى مثلا وعندي علاقة قديمة مع حد مثلا ولا حاجة فانعارفه ووصق فيه فامتريح ايه الشركة الف او الشركة ايه مبروك عليك انت خدت المشروع ده دي مني كده هتعملي ده ديريكت اورد هو شركة واحدة وامتريح الليها بصي هو المشروع هتغدية كده هتيلي عطاقه قدامه وانت ناوية انت داري تنفيذي بكام قلت لي هننفيذه بألف قلت له تمام حرفيا ده ديريكت اورد قلت له خد المشروع دي عمليه فالثقة فيهم مثلا فهذا من نسميه ديريكت يعني هو مفيش غير اختيار واحد امتبع رايح له انا اللي اخترت ان انا اعمل كده فاهم وده اليمان بيعمله في اضيق الحدود بنعمله في احتمالات ضيقة قوي في الغالب كله يحب يشوف اكتر من اختيار ويختار بينهم طيب فاضل حاجة تانية بقى سيريال تندر يعني ايه سيريال تندر باختصار دي كلمة سيريال جاي من سيريز سيريز يعني حاجات متسلسلة ورا بعدها حاجة بعدين جت شبهها ثاني بعدها ده تبك مع ايه بالضبط فقمتقيل لنفس الشركة اللي هنا ما تيجي نجدد العقد وتعمل انت المناقصة بتاعد ايه تعد به هو كمان على فكرة السيريال تندر اشبه ما تكون بالديريكت اول لان انا اخترت هنا بين عدة اختيارات واخترت واحد منهم رسيت عليه عمل ده بس في المرحلة اللي ورا حابت اعمل مشروع اكرره شبهه جدا فقلت له ده ام اقول لك ايه مات يلا تكمل انت وخلاص فعمل ده ام اعمل مشروع اخر خلي ده مشروع وده مشروع ثاني خالص بس الاتنين متشبهين جدا فقمتقله ايه طبعا زي ما انت خدت ده اخد ده كمان بقى من مرة لانت عجبني الشغل معك فده سريل يعني ايه مكرر فيها ستة سلسلية لا مش عايز يجي طيب اني جوش تتبد مختلفة شوية شبه اللي فاتت بردو بس منقول عندي مشروع معين الراجل ده عمله مشروع اسمه ايه جبنا مقاول معين ام عمل اه مقاول شخص ما عمل المشروع ده قلت له بعدها نريز ازود حتة كده في الاخر معلش الحتة بدل اسمها بي بس هي مش مشروع منفصل هي تكملة هي اكمالية للمشروع ده بدل ما اجيبها واخلي حد تاني يعملها ما تكملها انت وتكمل جميلة فامل لي خلاص اكملها كده اخترت ويكملها مباشرة كده العملية دي بنسميها ايه نوع ايه ومشروع جديد مش تكملة على القديم مشروع جديد بس متشابه مع القديم فامتقيل اللي عمل القديم تكمل الجديد فهم قصد ايه اعرفيك يكون مش متشابه ممكن مشروع جديد بس انا عايز القديم يعمله اكمله معي فهم قصد ايه او خلينا فيديد شوية 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 تجاوز يعني كده خمس انواع اسهل من بعض الابن بعمل مناقصة مفتوحة لأي حد يقدر يشارك سلكتف اختار عدد مششركات محددة من القطاع الخاص يدار هم يقول اعمل كل واحد يقدم العطا بتاعته او البيد بتاعته وانا اسلكت بينهم فبنسميها سلكتف لان اخترت اصلا شركات مسبقا اختار منهم فهم طيب لو رحت ادت المشروع انا عايز اكمل المشروع عايز اقلحق بي شيء ممكناش متفقين عليه فهنتفوض بقى عليه من جديد معاك فهو مش مشروع منفصل هو تكمل على مشروع معين دي بسميها negotiated bid اقرأ معاك الكتاب او الولا بيقول open bid تستخدم غالبا مع الحكومة it's governed انها شرعت التفاصيل دي ال open bid اتشرعت كمنقصة دي والتفاصيل بقيتها by the Egyptian civil law بالقانون المصري المدني المادة رقم 182 لسنة 2018 احفظ الرقم ده اللي ممكن نسألك عليه هو مفيش غيره اصلا يعني هو القانون المدني اسمها ايه مادة 182 لسنة 2018 اتشرع فيها فكرة open bid the owner المالك make the invitation for the bid طبعا المالك هنا او من يقوم مقامه اللي هو الاسشاري بيعمل دعوة للناس ان تيجي تقدم ايه العطاءات بتاعتهم بس in public in the official newspapers بينزل الاعلن ده في الجرائد اي حد اي اول عايز يقدم على ان يبني لي المشروع الفلاني يجي and any company can participate in the bid اي شركة تقدر تشارك في العطاءات دي نتقدم العطاء بتاعها opening the bid must be in public لازم يقفل علن وحب نفتح العطاء ده او المناقصة تقفل علن in presence of representatives for all participants مع وجود ممثلين لكل واحد عايز يشارك في المناقصة دي في حاجة صعبة والله عزم كلام بسيط قوي طيب selective bid ده بيكون ايه ساعة بنسميها private sector bid نحب نختار شركات معينة من القطاع الخاص ونقول ايه شركة منكم اخترنا خمس ستة شركات تعالوا يا جماعة بندعوكم لمنقصة وكل واحد يقدم العطاء بتاعه عشان يعمل المشروع بتاعنا واحد يقول لي ايه اللي يخلي الشركة تيجي يبني ما هي شركة بتاعت كده اصلا احنا رايحين ان اخترنا خمس شركات بتوع كده بتوع ما اولاد فطبعا هيجوا بس كل واحد يقدم لك العطاء اللي هو عايزه فهم قصدي ايه قالك بيدعوهم للمناقصة بيدعوهم للمناقصة ما يقدرش حد غيرهم ييجي احنا دعينا خمس شركات الستة جاية اليمين دي اصلا حدش دعاكي ان النوع البد تاعنا selective اتشارت في القانون اهو تحط لها قواعدها في القانون المدني المصري لسنة المادة 1280 لسنة 2018 فيش غير ايه برضو فمن فكرة ايه يعني الكلام ده قانوني عادي خالص انواع اخرى بقى على الجانب ديريكت اوورد اللي هي ايه بيختار شركة تفوز بالمشروع وتعمله مباشرة شركة واحدة ديريكت اسمه ديريكت شفت من اسمه فيش حفز خالص طيب السيريال تندر لما يكون في مشروع هيتكرر هو هو بالظبط وهيتعمل بعدها بس هو مشروع منفصل وانت قلت لك العمل الاولاني قلت لها ما تكمل الثاني بالمرة فقال لك السيريال تندر بنستطدمها فور ريبيت التبكال بروجيت للمشاريع المكررة وتكون غالبا متمثلة يعني تب النجوشيات اللي انت عايز تكمل حاجة في الشغل بس مكنش متقفين عليها فأقول لك طب ما ديالله نتفع عليها ونكملها بالمرة بدلا ما روح أجيب حد جديد يا أفضل أعمل منقصة وأجيب واحد جديد لما تكمل فده من سمي ايه 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 او عطاء اللي هو ايه التفاوضي بنمد او بنوسع نطاق العمل بتاعنا بنضيف حاجة دي كده خمس أنواع من البيتز وكده خلصنا الدرس وخلي بالك المحاضرة الأوانية لو رجعت لها ايه فاش اي حاجة فيها فيها المادة ماشية ازاي ده ما لاشتلاقى بي اصلا دلقتي فيها فيهرس للموضوعات احنا كده خدنا خدنا ايه خدنا لحد هنا الدرس الجاية هناخد دول الدرس الأخير هناخد دول دول لناخدهم خطص معلومات عامة ومش تاخدهم اصلا وبعدها مكتب لك البروزيكت اللي هي السبع خطوات اللي بيمر بهم اي مشروع درس الجدوى نصممه نعمل المناقصة نبدأ نترس على واحد يبدأ يبني يتست بعدها يدينا تسليم النهائي بعدها نشغل المشروع سبع خطوات اسهل من بعض للمحاضرة الاولى اللي هي اصلا اتكرار التاني في المحاضرة التانية فحنا كده شرحنا المحاضرتين الاولى والتانية كده اخلصنا واظن الدنيا حل الاسئلة من غير سمع الشرح غريب انا اختصر جدا في الحل لكي افترض انت سمعت شرح فالكلام بسيط جدا انا اعز اقول لك امتحان النظري الصح فيها تخش الامتحان اللي هو غالبا بيكون نمطي فتحله في عشر دقائق والله والله بيليم بلغة انا انا فكر امتحان اليوم اندحلته في 8 دقائق لانه مش عمقرية مني احنا تعبنا في السنة ففي الامتحان بقى سهلة دي بيش مادة فيها مسائل ولا حاجة دي مادة لطيفة فده اللي احاول اعمله معك دلقتي بيقول لك اول حاجة ايه اول 100 سؤال على فكرة 130 اول 100 سؤال تألفي 30 الاخرين امتحانات سبق وانت دلقتي قادر انك تحل امتحانات السبق اللي على امتحان المتر المتسابق تحلوا كاملا مش يقف معه غير 4 نقاط بظلط هناخدهم في الدروس الجاية وجزء هتلاقي 60 سؤال نصهم على جزء التعاقدات دي ده تحلهم كلهم تقريبا الا 4 سئلة بالظلط فالدرس النهر ده دسم يعني ايه الهدف الرئيسي لمحظة دراس الجدوى ليه بندرس الجدوى ايه اهم حاجة نحشان هيبقى أسهل نختار التندر المناسب او او الطيب المناسب يبقى تحليل المخاطر هيحدد الطيب المخاطر المخاطر لقد قلناها بالحرف ساعتها في الشرح طيب فانه مرحلة بيبدأ الرسك الاناليسي ليه اكبر قدر او بيتوجد بقى فكرته قلنا الرسك الاناليسي او تحليل المخاطر بيبدأ مع الدزاين ولا ينتهي معها بيكمل في بقية المشروع يبقى تحليل المشروع ومثلا لا ينتهي معها فهم ايه اكتر تركيز في مرحلة التستنج بنتست ايه وانه هنسلم تسليم مبدأي قالك هل بنعرف الفواتير مثلا او الميزانية او لاش علاقة بنتأكد ان كل الحاجات شغالة زي ما هو مخطط اي ون هي دي خلي بالك انشورين او تسليم حتى من الباب بلطايا مش عارف ايه فتعالي نشوف كده الاجابة اربعة بي انا عايز اتأكد معاك والله ان الاجابات دي مبراجعاش بحط كده اول باول وممكن اطلق بط في النص فنبهني يعني مرحلة المرحلة تتعامل مع المقاولين ومع المقاولين ومع المقاولين اللي فيها تعامل مع الناس المقاولين الخارجيين والموردين وغيرهم دي مرحلة التندرينج سي خمسة سي يعني في التندرينج بتتعامل مع المقاولين اكتر حاجة لكن في مرحلة الكون هو مقاول واحد خلاص رسيني عليه في الديزاين احما نجد نفس مقاولين لسه اصلا فاكتر مرحلة بنتكلم فيها في المشروع مع مقاولين هي مرحلة التندرينج المناقصة نفسها منكلم مقاول واثنين وعشر لحد ما نستقر على واحد بناء العطل اللي كل واحد فين بدهولنا قالك انا ومرحلة بيكون اكتر فيها اعلى من النشاط والحركة والإنفاق وشغالين مرحلة البناء الله اكبر construction stage اكيد وانا بدزاين لا لسه ما صرفتش حاجة اصلا انا قاعد على ورقة ودراست الجدوة بالبؤ كده مع الونر التستنج ده في الآخر اكتر حاجة فيها شغل construction يا السؤال خطير انزل على الوراء بيقول نتيجة او شيء مترتب على ان تعمل دراسة الجدوة سيئة انك ممكن تلبس في مشروع وحش اني قال مثلا على سبيل مثال delays in the construction schedule لا لاننا اصلا افترطت ان انا موافع عن مشروع وتأخرت في البناء لا مش مش ذا اللي هيترتب او ان انا مثلا قال design flows discovered يبقى فيها عيوب في التصميم برضو لا انت كده مفترض ان انا وفقت على المشروع اصلا لكن احب نقول لو انا عمدت دراسة جدوة سيئة ممكن المشروع تعدي اللمت اللي انا كنت محدده لاني عمدت تدراسة الجدوة جيدة فالاجابة سيئة سؤال مجرس لازم مش يجي فانت حقيق انا اللي بقولك ان كذا هيجي ان شاء الله دا مش هيجي دا لو حبي يعني في يوم الام دكتور جي حبي امبدع او معاك وعلى فكرة دا مش احسن حقيق عندي مش متح ولا ذم على حسن فكرة ان امبدع تختبرني علينا فهم علينا فهمت منك في الشرح فالدكتور انت حم يتكرر دا مش زم دا حاجة حلوة لانهو بيكرروا ليه لانهو اللي فيه هو اللي بحتاج تسئل علي فاهم قصدي مرحلة اللي فيها بنقرر نعمل مشروع ولا لا الفيزابيلتي الدراسة الجدوة مرحلة مرحلة اللي بيأثر على نوع الكنتراكت على نوع العقد قد ايه احنا في تفاصيل مرحلة مهمة جدا في المرحلة في مرحلة في بنبدأها في الديزاين وبنكمل في بقية المراحلة كلها فهي مهمة في الديزاين او بتبدأ معها وبنتنتهيش بعدها يبقى الإجابة بي بنختبر ايه بنختبر ان كل حاجة ماشية كما هو مخطط لها if everything works as planned 11 بي when is the project officially handed over to the owner امتى المشروع بيتسلم رسميا نهائيا في الـ انت بيش سؤال اصلا انت بنسلم المشروع في مرحلة تسليم المشروع احلف who do you work with the most during tendering and contracting في مرحلة التendering او المناقصة بتشتغل اكتر مع مين مع المقاولين contractors and suppliers when is the most building and work happening انهم مرحلة بيحصل فيها اكتر من حاجة فيها بونا وشغل الـ ايه الورقة اللي هتعرفك اللي هتبني في المشروع ايه اللي هتبني ازاي how to build ازاي هتبني المشروع الـ ده بالفهم ايه معلومة في المنهج ده اللي هو يعني المعايير اللي هنبني بيها الـ فانتعرفك ازاي تبني المشروع المصر مثلا بنبني الادوار بالطلال الفلانية بنحط الصبب بالطلال الفلانية فاهم قصدي الارتفاع لازم نسيب فراغ في الشارع مبقاش في بروز مبقاش في البلكونت بتبقى ثلاثة في المية من عرض الشقة اي مثل مثلا فالى اخير يوستار تبروجيكت عشكال انا عايز اعرفك حاجة اغلب الاسئلة في الاول دين انا بمحاططها كفهم في الاخر الاسئلة اللي فيها اللي هتيج في المتحان اخر الحل خلص يوستار تبروجيكت انت بدأت مشروع بي فكير اوه اوه انك تبص هو فكرة حلوة ولا لا اديل فيزابلتي اللي هي دراس الجدو اولية بنسميها idea stage مرحلة الفكرة اول حاجة خلص we should always worry about problems throw out the project اوه صبعا صح لادما ان ناخد بالنا من المشاكل اللي ممكن تحصل true اللي هي risk analysis يعني قبل ما ندد المشروع للأونر بنتأكد ان كل حاجة شغالة زي ما هي او شغالة صح دي بنسميها ايه التستنج مرحلة التستنج بي كده جميل اول انزل بيقولك مجرد ان المشروع يتم بنسلمه للأونر دي مرحلة ايه التسليم handing over الله اكبر سنة نشوف كده 19 اه بي handing over who do we talk to the most to build the project من اللي بنكلمه اكتر في بونى المشروع builders يحلب في الله اكيد مش الانر يعني الانر نفسه هو اللي بيتكلم هيكلم مين بقى اكتر حاجة في بونى المشروع البناء البناءون هل هو البناء دي مش هيكلم التسترز ما فيش حاجة كده اصلا نحن نشوف 20 بي ماشي when is there the most activity happening on the project site اكتر حاجة يحصل فيها نشاط امتى في مرحلة ايه مرحلة ال building stage knowing what you want to achieve with a project from the start is helpful اكيد طبعا ان انا بقى عارف من البداية ايه اللي هعمله في المشروع كله فده شيء helpful طبعا شيء مساعد ايه true ايه هدف بص بقى الكلام اللي هيجي في المتحان بقى ايه المرحلة اللي هدفها ان انا اعرف هكامل في المشروع ولا وقفوا الفيزابيليتي ده سؤال في المتحان خلصوا ده سؤال امتحاني جماعة وش بنفس الصياغة the aim of this stage is to design and define every detail of the project ايه المرحلة اللي هدفها ان انا اعرف كل تفصيلة واصمم كل تفصيلة في المشروع design stage ده في المتحان برضا ده سؤالين في المتحانهم ده سؤالين امتحان حتى لو مجوش هم هيجو يعني لو مجوش قبل كده اوه ده لازم يجي وغير كده بقى هم يجوم اصلا قبل كده ومزود لكن عليهم حاجات هتكيدك بشكل او باخر the level of detailing the design defines the suitable type of contract for the project مستوى التفصيل هيعرفني قد ايه ايه هو العقد المناسب طبعا نقول نفس طرح كتير true risk analysis هي process بتبدأ مع ال design ولكنها تنتهي معها لا طبعا اصلا لكن الفود اللي وراها يبقى مختلف فانا همفود اقول ايه وتنتهي معها لا لا تنتهي معها يبقى الاجابة false كل ما يكون فيه معلومات اكتر كل ما ده يقلل المخاطرة طبعا true كل ما المخاطرة تعلى ده يخديني سعر اقل لا طبعا كل ما المخاطرة تعلى السعر يعلى لانك بتخاطر فطبعا ايه هيترتب عليها فلوس كتير يبقى الاجابة higher risk leads to a lower price كل ما انت يبقى فيه مخاطرة عالية كل ما يبقى السعر اقل لا طبعا false يبقى اعلى لان انا احطت لك مشروع فيه مخاطرة المقاول هيعرض سعر كبير جدا تعريف risk analysis is a process that begins with the design but does not end with it صح true وبطبعا نكمل البيع عشان تأكد نوه صح كل ما المعلومات تزيد كل ما الريسك يقل كل ما يكون بخاطر اكتر كل ما ده هيؤدي الى سعر اعلى قالك ايه هو التندر هي دعوة لتقديم العطاءات an invitation to bid on a project انك تيجي تقدم العطاء بتاعك على مشروع معين ده سؤال مهم اوي لو جي يعني يعني بس هاي مش هيجي بالسياغ دي هيجي بالسياغة بتاعت الورق الاول هالك كمان شوي who typically uses tenders من اللي بيستخدم المناقصات الحكومات والمؤسطات المالية في الغالب لانهم عايزين يعملوا large projects فاهمت الفكرة ايه لكن ال small businesses غالبا مش هيحتاج يعمل كده هيجي بواحد ويبنيله الحاجة على طول مش هيعمل كل الدورة الطويلة ولا الافراد غالبا فاهم قصدي ايه what the main purpose of tendering ايه اهم هدف من اهداف التندرين هنختار خلي بالك بقا هلقي حد يعمل للمشروع التندرين معناها من منقصة عايز واحد يجي يعمل للمشروع to find someone to complete a project والله سهل قوي ويقرأ البعض لئي يعني الكلام ليوش ايه معنى مش طبع الموضوع أصلا لو انت فاهم الدرس tenders usually have a dead line for submitting bits طبعا يعني هل الناس اللي مشاركين في المناقصة بي عندهم deadline يقدموا فيه لعطاء بتاعهم اكيد مش هنفتحها على البحر يعني فالإجابة True What are some things that might be done during the tendering process بنعمل إيه في مرحلة tendering أو الليل المناقصة بنختار the best contract for the project بنختار أفضل اسمه إيه عقد نعمل به المشروع شفت if you see a tender for a project لو لقيت مناصة معمولة عشان مشروع معين you should تعمل إيه هل تتهملها هل تروح حتى لو أنت مش مؤهل لا consider applying if you have the skills to complete the project تروح لو أنت أد المهمة دي tenders are most likely used for project that are بنعمل غالبا المناقصة عشان المشروع ده كبير فعايزين مين هيشيله بقى فنشوف احتمالات كتيرة فده منعمله غالبا typically or most likely مع large and complex مع المشاريع الضخمة والمعقدة the tendering process helps to A عملية التندering أو المناقصة بتساعدنا في إيه هل نحنضمن أقل سعر لا مش شرط مش شرط خالص كمان ممكن أقل سعر بس أسوأ واحد في الجانب التكنيكا ولا نحن دائما نختار الشركة اللي هتعمله أسرع برضو مش شرط حاب نضمن إن الكافة تتزم في جميع الفوائد يبقى ensure fair competition for the project هى دي الإجابة الصحة طبعا كل ذلك بص اللي ما نبيش أنه جاي في المتحاني أمش يجي في المتحاني ده جاي في المتحان بقى بص بص هيجيب من الشرط true false هيجي لك كتعريف a tender is an invitation to bid for a project or accept a formal offer بس كده هو ده تعريف المناقصة إن أنا أدعو الناس إن يأتيوا يقدموا عطاءات على مشروع معينة عشان واحد فيهم يلبسوا ويعملها tendering usually refers to the process ده عامية المناقصة بتشرير العملية اللي يتم فيها المؤسسات المالية أو الحكومات بتدعو الناس لتقديم عطاءات على مشروعات معينة إن يقدموها في وقت ينفزوها في وقت معين true صح جد رأس ناقل الجملة دي من the slides أصلا وحب بلو تعمل أسئلة أزاي يا هوي يا حبيبي خدت جملة copy من the slides حطت true false ولا ما عملت أي حاجة تاني غيرت كلمة بدل large غاليتها small وخيق عملت true false بقيت false أي مثل يعني تأريف الأسئلة ده أمر سهل خالص The aim of tendering stage is to choose the best contract type for the project هدف مرحلة التندering المناقصة أن نختار أفضل عرض للمشروع أكيد true دايما فيه طريقة سهلة أول الإجابة على سؤال إعكس السؤال هل الإجابة صح هل المعلومة صح؟ لا فهم قصدي هدف التندering هذا من السلايد هذا ممكن يأتي في المتحان هدف مرحلة المناقصة هل سنفعل في المشروع نختار أفضل عقد نكتب بالمشروع أو أفضل مقاولة أفضل مقاول يعني نحضر لورقة المشروع نصيغ العقد والورقة ده أيوة يبقى أوله في the above ده كله نفعله في مرحلة المقاولة قبل ما نروح للمقاول ونختارنا واحد يشتغل بالفعل أنهو مرحلة اللي نختار فيها أفضل عقد للمشروع ونحضره وبعدها نكتبه الله أكبر يعني نحن نعكس السؤال ده هو ده يعني بس الإجابة ما كان السؤال والسؤال ما كان الإجابة إيه هو العقد بأبسط عبارة بايندين يعني رابطة لجلي قانوني حاجة قانونية اتفاق اتفاق يربط الطرفين ببعض القانونية أكيد هم يعني مش حاجة بحط فيها مهمات اليوم وبعامل صح على اللي عملته ولا هو ده أي كلام فالكنتراكت أو العقد هو إيه إليجلي بايندين أجريمين أعظن الفايل ده هو وصل للدكتور ولا لا ممكن نحط منه أسئلة لأنه أسئلة لطيفة سهلة أنا أنا بقي الدكتور أحط الأسئلة دي والله بس أنا مش هبقى دكتور لأني مش هطلع من النواية للدفعة كل حاجة لها ضريبة ممكن تكون بتشرح كويس فالشرح ده ياخد منك وقت فتنقص شوية فبس هذا لا يدل على أي شيء يعني ممكن أنت تقفى من مادة كويس جدا وتنقص فيها مش دليل على أي حاجة عشان كده أنا ما عنديش أي نظر لحد بنعم على دراكت فقط في عامل جانبية كثيرة جدا وبعدين أصلا أنت في العقد بيكونوا كام طرفين أو أكتر two or more هل two بس هل لازم يقل عقد من طرفين لا ممكن ثلاثة فهم هل لازم أن نفى واحد لا طبعا يبقى اثنين أو أكتر اسمها طرفين العقد أو الطرفين العنصرين الرئيسين في أي عقد هو واحد يعرض حاجة والتاني يقبلها واحد يعرض عرض والتاني يقبله تعمل البيت مقابل مئة ألف أعمل كده نمضي تحت على طول يعني يوجد offer وفي acceptance دول أهم عنصرين في العقد هو أصلا العقد مقاوم من عرض وقبول فهم عشان كده عقد الزواج قبول وإيجاب فهم فكرة ايه أو اسمها ايه بعرض عليه انه يتجوزها يقول قبلت خلصنا بعدها بيقول what happens if someone breaks a contract لو واحد كسر العقد أو فسخه أو لو مش break لكن معناها اخلي به التاني يقدر يروح يشتكي قانونيا the other person may take legal action what are some things that the law of contracts might look at ايه الحاجات التي القانون بتاع التعقدات بيبص عليها هل أصلا العقد ده صالح وإيه معنى العقدة اصلا if a contract is valid and what it means ده اللي بيبص عليها هل بيبص انتوا صحاب ولا احنا ملنا احنا كمحكام ملنا أصلا هل بيبص على الخط احسن ده عباس اتفاق بين طرفين محمي بواسطة القانون انك تعمل حاجة او تترك عمل حاجة ده بنسميه ايه بنسميه contract او عقد the making of a contract requires the mutual assent بيتطلب العقد توافق من طرفين واحد هيقدم خدمة والتاني هيقبلها شكرا true if one of the parties fails to keep the promise the other is entitled to legal redress اه طبعا لو واحد خلب العقد ده وفشل في تنفيذه التاني يلحق ان ياخد انتصاف قانوني ياخد حقه بالقانون يبقى true the law of contracts considered such questions as a as a القانون بتاع التعاقدات بيبص على عدة أمور هل في عقد أصلا اه ايه معنى العقد حلو هل حد كسر العقد ده او اتفسخ قبل كده ولا لا التعويض المكتوب في العقد ان ياخدوا الطرف المتضرر يبقى يبص على كل ده all of them what does contract life cycle management involve دورة حياة العقد ادارتها بتشمل ايه بتشمل ان احنا managing a contract from start to finish الله اكبر يعني الجملة صحة نفسها اصلا ادارة دورة حياة العقد او اللي هو يعني كل مرحله يعني ندير العقد من اول اخر فيه كم مرحلة في دورة حياة العقد اللي هو ايه قلناها بكده planning بعدها drafting بعدها approving بعدها negotiating بعدها signing بعدها revising بعدها renewal والله انا حافظهم كده بالحب بالفهم انا بتخيل ده من المشهد دلوقتي اني انا صرحتوله يبقى 7 ايه اول مرحلة في ادارة العقد نحن نplan planning طيب بيحصل ايه بعد ما العادي يتوقع بنرجعه it might be reviewed or renewed later او نجدده قدام contract life cycle بتتعلق بجميع مراحل ادارة العقد وبيشمل الكتابة واني نرجعه واني نعمله صح the stage where you write up the official contract document is called a المرحلة اللي حاب نكتب فيها العقد بنسميها drafting يبقى 57 بي انزل تحت كده 57 بي جميع the stage اللي انت بتعمل بتكتشف عن العقد ده بيحتاج اه ايه ايه you figure out what the contract needs and who will be involved اسكل المرحلة انت بتقول فيها العقد ده اه محتاج ايه ومين الناس المتعلقين بيه ومين اللي هيشمله العقد بتتكلم في الإطار العام بتاع العقد دي بنتسميها planning بتخطط للعقد ده اول مرحلة خالص تبقى ايه اظن 58 ايه ايوة يا عام طبعا السؤال ده مهم او اعفك السؤال ده جي في انتحان تقريبا جي شبهه جدا جي سألك عن معنى كلمة planning انت بتحط الإطار العام للعقد مين معانا مين في العقد ده مين ملزم بايه ومين عليه ايه المرحلة اللي كل شخص فيهم بيقيه بيوقع ده 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 بيرفيو وبيوافق approve مين بيشوف بيشوف العقد بعدين يوافق مرحلة approving approving see سؤال ده مهم جدا نبص كل بالفهم المرحلة اللي اتنين بيتناقشوا ويحبوا يغيروا حاجة لمرحلة ال Negotiating المرحلة اللي احنا بن ايه بنخليم يوقعوا يبقى مرحلة signing المرحلة اللي بنختبر فيها ال بنختبر فيها ايه الاداء بتاع اسمها ايه العقد ده والتفاصيل بتاعته اللي اتعملت ونرجعها ونعملها مرحلة revising بنرجع في الاخر يعني هل تم تطبيقه بشكل صحيح ولا لا لما بيوصل لاخره ونحب نجدده مرحلة renewal اختار اي من ما يأتي ليا ندرك تحت دورة حياة العقد اني حابنخططه وبعدها نسمع ايه نعمل نكتبه ن draft بعدها ن approve بعدها ن negotiate بعدها ن sign او نوقع ن revise بعدها ايه ن renewal هل فيها celebrating لا دي مش خطوة رسمية this is not a formal stage يبقى دي الاختيار اللي هو بيقولك is not او does not يبقى هي دي او the contract documents الاوراق تحت العقد لازم تشرح كل واحدة تشرح الاخرى اه لازم تبقاش فيها حاجة مبهمة اللي مبهم الحاجة تانية تشرحه على طول تشرح الواحدة منهم الاخرى يبقى true if there is confusion in the contract documents who can help clarify it لو فيه ازنة او تعارض في الورق مين هي يصلحه وقال له الانجينير المهندس in case of any disagreement about the contract which document has the highest priority سؤال ده مش كنت متحنى ان انت ما تصرحتش دكتور ما قالهاش اصلا قلت لك الترتيب بتاع الاوراق دي ترتيب تنازلي من الاعلى سلطة الى الاقل فلو حصل تعارض مين من الاتي هيكون ليه الاولوية اول حاجة اصلا contract agreement if there is one لو فيه اصلا ان دي اعلى حاجة فيهم يليها يليها letter of acceptance يليها اللتر بتاع التندر يليها ال particular conditions يليها general conditions يليها ال specifications يليها drawings يليها schedules لو انا فاكر صح انا فاهمهم مش فاكرهم when reading the contract documents which one should you look at first لو انت بتقرأ الوراق بتاع العقد ترى اي الاول اي حاجة لان كله موضح بحضر you can start anywhere they all explain each other الحتتين تقول الموضوعات النوع ده من الاسلام انا بقى رايحك بس هذا الفهمك انت داخل المزود شوية دايما نحط نفسك في لفل اعلى من الامتحان عشان تبقى ضامن بإذن الله حتى لو قعدت تقع على التأفيل لكن لو حاطت نفسك في لفل المادة معرض للنقص شفت في الكرة اللي بيقول لك لو لعبت على شفت اللي فيه بتاع دكتور ربيعة لما بيقول لك لو لعبت على الفوز لو عادت عادل هتخسر لكن نلعب على الفوز عشان لما تتخيش تتعادل فيعني هي نفس المبدأ العب في المواد انك تذاكر بليفل اعلى من المادة سنة بسيط عشان لما تقع تنزل على الليفل الكويس بالإذن الله لكن لو لعبت على القد بالضبط ودخل على الحروق لك هتطلع غلطان غالب معدى ايه ايه اللي من دول ما اشتبع الـ الـ التقارير بتاعت الموقع اليومية اللي بيش نحطها في العقد دي بتبقى تقارير المتابعة مش اكتر يطلع عليها الاستشارة زي ما قلت لك لو حصل اي تعارض المهندس بياخد قرار للتوضيح ده السؤال ده ممكن يبقى امتحان true لو حصل اي تعارض المهندس بيتولى الامر اني ايه يوضح الدني ويعمل clarification او يضي instruction معينة مين ممكن يكون stakeholder في اي مشروع هل الـ project manager فقط لا اي حد ممكن يتأثر بمشروع ده anyone who cares about the project's outcome ده معنى كلمة stakeholder مين ممكن يكون stakeholder لا بيقول لك why ليه ممكن ليه ممكن يكون شخص stakeholder لان هو بيتأثر المشروع because they will be affected ايه فرقة بين stakeholder والkey stakeholders key stakeholders هذا شخص خطير قوي فالkey stakeholder has more power to influence the project قلناها في الشرح الـ good stakeholder management تشمل ايه ان انا اتواصل مع كل واحد من المتأثرين بالمشروع ده او من سيتأثروا بيه او الجهات المعنية واتأكد ان هم ايه بيتعاونوا معنا في مشروع ده ونحميهم ونضرهمش والجودة كل communicating and collaborating with stakeholders اكيد مش هنننننر ولا هنخليهم في الدرك فاهم فاهم لما بنيناعرف stakeholders احنا قلنا مش معرفين جهزين انت اللي بتحدد مين المهم قوي ومين اللي مهم بس لازم ان نخط في اعتبرنا ايه اي شخص بيتأثر بالمشروع ده كده اسمه stakeholder لان اعرف الkey stakeholder اي حد يقدر يفشل المشروع لو ما تبسطش Stakeholders are those with an interest in your project outcome? صح. True. Stakeholders are typically mean. غالباً بيكونوا مين؟ أعضاء الفريق فقط. المديرين والمنفذين. Sponsors. المزباين. العملاء. كله. كل دول لهم علاقة بالمشروع. يتأثرون به. Stakeholders. طب مين فيهم؟ Key Stakeholders. اوعد جاو. قل لي على حسن. أنه مشروع. وانت اللي هتقرر مين اللي مهم أو بالنسبالي. في حاجة مهم جداً فيها Sponsors. في حاجة مهم جداً فيها Sponsors. في حاجة إلى آخره. فنحن نحدد على حسب كل المشروع. مين الناس اللي هم بيتأثروا بالمشروع بتاعك في أي مرحلة زمنية بتاعته. وديه اسمهم Stakeholders. طيب. من المهم جداً أنك تعمل إدارة جيدة لموضوع Stakeholders. وتتواصل معهم بشكل جيد أكيد طبعاً. ممكن يكونوا أفراد وممكن يكونوا مؤسسات. صح. They are Stakeholders. If only they are affected positively. هل هم بيكونوا جهات معنية لو تأثروا بشكل إيجابي فقط؟ قلنا لا إيجابي أو سلبي. مجرد ما هو بيتأثر بالمشروع؟ يبقى ده على طول إيه؟ Stakeholders. بيتأثر إيجابي يبقى خير وبركة. طيب سلبي. خير وبركة يعني هيجيب لي ربح. طيب سلبي يبقى أروح هتواصل معه عشان نص الله مشكلته. زي ناس مثلاً بيجيلها ضوضاء من صوت المكان اللي في المصنع اللي جنب البيوت. فلأ ده اللي جابت هنا فولس. It doesn't matter whether the project affects them negatively or positively. If they are affected, they are stakeholders. صح جداً صح هو ده صح. مالناش ده عب يتأثروا إيجابي أو سلبي. طيب هم يتأثروا يبقوا stakeholders. يبقوا جهات معنية. إيه الحاجة اللي هي stakeholders بس لهم تأثير قوي قوي. The key project stakeholders اللي هي أول واحدة. ده سؤال في انتحان. مين الناس أو المجموعات اللي طلبتهم أوامر. Objectives must be satisfied. دول الkey stakeholders. دول الأهم حاجة خالص فوق. مش stakeholders بس. دول اللي يوم القدر أن يبوزوا المشروع. أو يفشلوه. هل كل الناس كده؟ لا طبعاً. يعني المقاول ليه علاقة بالمشروع stakeholder. بس ما يقدرش يفشلو. يعني مش هو أهم جهة معنية بالنسبالي. يعني من ال users اللي في الآخر مثلا. أريد دي مثلاً. فهو stakeholder still stakeholder. لكن مش key stakeholders. Even if all deliverables are in. لو حتى كل حاجة تسلمت. لكن الناس مش راضية. المشروع فشل. يبقى صح. دي قاعدة صح. في ال open bid. مين اللي بيشارك أي حد. Any company. ايه القانون اللي بيتشرع في مصر. على حتة المناقصات. المادة 182 من القانون المدني. لسنة 2018. ايه اللي ممكن يعتبر selective bid. امتى بن سارن ده. لما ال owner يخترق عدد معام الشركات. لما ينفايت specific companies. يبقى بي. انه نوع اللي احسن. لما يكون المشروع هيتكرر. كلمة repeated. يبقى حاجة جاية ورا حاجة. يبقى serial. serial tender. وشرحت لك بالتفصيل في الشرح. الحل ده مجرد مراجعة. في ال direct. ايه اللي بيحصل. بيختار شركة مباشرة. based on his own selection. شركة واحدة. ويقول لها خد المشروع ده. وعمليه. ال open bid. بواسط الحكومة ليه. لان هي. بتكون غالية. لما لها شراقة. they promote fairness and transparency in the bidding process. صح. بيبقى فيها شفافية وعدلة. عشان الحكومة مفاشلة تتحيز لحد. دي جهة سيادية. جهة رسمية يعني. فدسه من الحكومة دائما بتستخدم ال open bid. او اللي هو المناسة المفتوحة. selective bid might not be good. a good choice if a. لو انت عايز تضمن سعر جيد. لا مش شرط. لو انت عندك deadline دي. لا برضه مش شرط. لو انت عايز فئة عريضة من الشركات ايوان. ساعتها مناسب تعمل selective bid. انت تختار 4-5 شركات فقط. وتختار منهم. تعمل مناقص عليهم. لكن انت لو عايز عادة كبير من الشركات. ما تعملش selective bid. سيب الموضوع مفتوح. اعمل open bid. اعمل اعلام في الجرايض. نيجوشية الدائمتة. لما يكون انت عايز تضيف حاجة في المشروع زيادة. فبدل ما نتفع عليها مع مقاول جديد. نتفع معك انت. فن extend الحاجة. extend يبقى negotiated bid. يبقى لما نحب نadd new features. مميزات جديدة. to an existing project. لكن ال repeated projects. مشروع جديد شبه القديم. مشروع منفصل جديد. تفهمت الفرق؟ شو على يعني. the owner. make an invitation. for the bid in public. خلاص يبقى ده open bid. طب ال repeated. دي بنسميها serial tender. اي حاجة repeat. بص كلمة بقى مفتحية. انت فهمت خلاص ذاتي جو حل المتحانات بقى. طب لو اخترنا حبة شركات فقط ودعيناهم. يبقى اسمه selective. طيب لو عايزين ن extend المشروع. ن extend the scope. نزود حتة يعني داني كوشيات. من نتفوض على الموضوع ده. طيب لو اخترنا شركة معاناة ودناها المشروع اسمها direct award. السئلة جات من المتحانات سابقة. ركزها معي. ودي اللي كلها تقريبا شفت الجملة. اي جات في امتحانات بالفعل. فهتلاقي نفسك تقريبا انت حلت نص الامتحانة على السمر. لانهو المادة مقسومة نصين. النصة على المقاولات كله انت تقدر تحلله دلوقتي. بص يا معايات دي معايا كده كم سؤال. كلهم في نفس السنة. يقولك ايه اللي يعتبر. is concerned with identifying and implementing the structure of contract. منحط في هيكلية العقد. ده اول خطوة. ال planning. تلك سؤال ده مهم جدا. لو فيهمت الشرح بتاعنا انت تلاقي ايه اللي صار ده بقى ده جميل. يبقى 99 بيئة. 99 بيئة. طيب. بعدها بيقولك. contract is a legal agreement between two or more parties. صح. العقد هو اتفاق قانوني بين طرفين او اكتر. مظبوط. true. طب فانهو مرحلة. فانهو مرحلة. الى البرامترز are set to meet contract. obligations and special terms of a contract. planning برضو. منحط معايير او متغيرات. عشان تناسب ايه؟ المتطلمات بتاعت العقد والالتسلمات بتاعته. والعناصر الخاصة بتاعت العقد. بنحط الهيكلية العامة. ده اللي ايه؟ planning. فاهم اصلي ايه؟ ده على حد علمي. ده رأيينا الشخصي. planning وان شاء الله planning. اي حاجة قابلة انك تتأكد منها. بس انا بقولك دي planning. ان شاء الله. درافتنج دي اما تمضي العقد. انك تقصلي تصيغ العقد. approval انها نوافق. لكن هنا بيقولك انك تحط اصلا الاتر العامة. يبقى دي planning. زي ما شرحنا في الشرح يعني. بص. ايه؟ the aim of design stage is to make a decision. about proceeding or cancelling. لا طبعا. ده ان انا اقررها كامل ولا لا. دي مرحلة الفيزابيليتي. اللي هي الدراسة الجدوى. يبقى الجامعة فولس. if one of the parties fails to keep the promise. the other is entitled to legal redress. بالنص من السلايد. لو شخص ما ديشش التزيم بالعقد. التاني يلحق ان يروح ينتصف قانونا. يبقى صح. the contract document consists of كام basic articles. السؤال ده خطير. العقد مكون من كام ورقة في أصلا تقريبا تمن أوراق. eight. مش seven eight. eight basic articles. عندنا ثلاث أرقام في الدرسة ده مهمين جدا. عندنا project life cycle. contract life cycle. contract documents. project life cycle سبع حاجات. سبع مراحل بيمر بمشروع. في المرحلة الثالثة تحت المأولات. بنمضي عقد. العقد ده بيمر بسبع خطوات عشان نكتبه. بيتكون من كام ورقة بقى هو. ثمان أوراق رئيسية. ثمان documents. شفت كل الأرقام اللي خاصة لك هوا. ايه النوع البيتز اللي بيستخدمه لما نحب نكستند السكوب بتاع الوركس. النيكوشيات. طيب. in which type of bids. the owner selects a few companies. and invite them to the bid. بيادوا عدد من الشركات. بيسلكت عدد من الشركات. ويختار واحدة منهم. دي اسمها selective bids. هدف مرحلة الدراس الجدوة نحن لديزاين. لا طبعا. ده عكس. دي ما عكوسة مع السؤال اللي فوق. يبقى الإجابة false برده. الدراس الجدوة هدفها نقرر. هنقرر. هنكانسل. ولا هنمشي المشروع. لكن مرحلة الديزاين هي اللي هدفها الديزاين. فالإجابة هنا false. ثلاثة سألة خالص. والله. كانت بقي دخوله في متحان واحد من دفس الدرس. هو متحان كله أصلا تلاتين سؤال على الجزء بتاعنا. فبص جاي منهم كام واحد من درس ده فقط. في مرحلة. فأنه مرحلة بيبدأ فكرة إدارة المخاطر. بتبدأ مع مرحلة الديزاين وتستمر لبقية المشروعية. بتبدأ مع الديزاين وتستمر لبعده. حيث هذه مهمة أولا شرحناها بالتفصيل. لأن دراس الجدوة أنا لسه بدأ أبدأ المشروع أو لا. طب بدأت. إبدأ أدرس المخاطر المحيطة بيه. إن أحدد أكمل المشروع ولو وقفه. هذا هدف مرحلة 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 دراس الجدوة. هدف انه مرحلة ان انا احدد كل تفصيله في المشروع على فكرة انت حندا فيه يعني والله العظيم الراجل ده محترم كريم جدا يعني اخير جايب سؤالين صح وغلط هم هم جايبهم بالسؤال اختر ما هو انت جبت المعلومة دي فوقك صح وغلط هو ده اللي المذاكر مصلحة لان هياخد اربع نقط بدل نقطتين لكن اللي مش مذاكر خبط في نقطتين زيادة فاهم انت مش شاهمها اصلا فالدنيا حلوة قتنانا يعني ايه هي اللي عبارة عن انك تدعو الناس ان يجوا يقدموا العطاءات بتاعتهم لمشروع معين اللي فاهم بقى يضحك يقول لي سهلا او يا عمدي تندر ما خلاص احنا زيقنا منها قلناه كتير اللي هو المناقصة ايه العملية اللي بتدع مع الديزاين وبتستمر بعدها دي عملية الايه ادراس المخاطر ريسك عنال اساس هدف التندرينج ان انا اختار افضل عقد وان انا اكتب احضر الورع بتاعه وان انا اصيغه اه كل دول كل دي هي اهداف مرحلة التندرينج او المناقصة عافيك اسؤال ده انا انا كنت عافيك كل اسئلة دي اقلفتها فوق قبل ما رأى في الامتحانات والله يعني شوف عشان انا فاهمك ان انا الحمدلله بنقلق مش انا الوحدي يعني المبدأ اللي انا ماشي بيه صح انت مجرد ما تقلف الاسئلة بتعرف طريق تقلقها هتبقى فاهم دماغ الدكتور يعني هون فاش اي صعوبة والله انا مقلق كل اللي اقلفته فوق لو لقيت اي سؤال من دول قلته فا انا اقل له انا الوحدي فاهم يعني هو بعدها لقيته في الامتحانات بقى مش العكس ايه هي عبارة عن بروميس بواسط القانون ده اللي هو العقد من غير ما اكمل اصلا دورة حياة العقد بتمر كم مرحلة سبعة ودورة حياة المشروع سبعة ايه السبعة بتقول العقد البلاننج الدرافتنج الابروفنج النيجوشييتنج السايننج الريفايزنج الرينيوال وظنك داتي مخك ماشي معايا مين الناس اللي بيتأثروا لا بسألك ايه اللي لازم طلبتهم اوامر وعندهم القدرة يبوزوا المشروع ويفشلوه دول الكي بروجيكت ستيكهولدر سؤال ده في انتحانة هو طيب مين اي حد بيتأثر بقوا خلاص افكتد ده الاستيكهولدر العادي او الاختيار يا في واحد بيتأثر عادي وخلاص وواحد بيتأثر قوي ويعني لازم نرعيه قوي ده الكي استيكهولدر انه نوع اللي بنستخدمه للحكومات غالبا ال اوبين بيتز طيب ايه نوع اللي بنستخدمه للمشاريع المكررة ريبيتت حاجة ورا حاجة يبقى سيريال دور عليها سيريال بيتز او سيريال تندر اخر صفحة عبارة عن امتحان اصلا الميت ترم بتاع فول 2023 كل الاسئلة اللي جات عليه تقريبا هو الامتحان عشرين سؤال او كم؟ خمسطور منهم اخدناه من نهاردة خلصنا تعال بص كده مش معايا بسرعة بقى هدف التندرنج ايه اننا هنختار انسب عقد نحضر الولق ان ايه نكتبه كله يبقى اللي جابه اقول ايه الحاجة اللي هدفها ان احنا بص بقى خلي بالك نكمل الديزاين الديزاين ونحط بقى التفاصيل نعمل كل التفاصيل المشروع دي design stage فانه مرحلة دي نفسه المكرر فانه مرحلة فانه مرحلة في كتابة العقد ان احنا بنحط بقى الاطار العام للعقد والالتزامات والعناصر الخاصة اللي جواء بندي الاطار العام البرامتر نحطها عشان نميت contract obligations نحط الالتزامات التابع العقد ده اجمالا كده او مرحلة خلص ايه اللي نستخدمه عشان نعمل ايه تكمل على مشروع بالفعل اللي هنشغلين فيه نعمل extending للسكوب بتاعه ما نكملش دراسة الجدوى الانر عمل دعوة للناس تجي تقدم عطاءات وعمل دعوة دي في العلن يبقى دا اسمه open bid الرجل اختار few companies وبدأ يختار منهم يبقى دعا عدة شركات وبدأ يختار واحدة منهم دي اسمه selective bid ايه اللي نصدمه في ال repeated repeated typical projects يبقى حاجة ورا بعضها كده هو يبقى serial مشروع مكرر يبقى serial على طول risk analysis هي حاجة بتبدأ مع الديزاين ولا تنتهي بعدها بتكمل لبقية المشروع true هل المهندسين ينفع يشتغل بره مجال الكمبيتنس بتاعه المهارة بتاعتهم او التخصص لا طبعا ما ينفعش سؤال تابع جزء الـ السؤال اللي وراها خلي السؤال تلك الوقت يبقى حلولك في فيديو قادم عشان بس ايه فيه اختيار مكرر والمعنى بتاع السؤال نفسه فيه ازمة اصلا فخلي ده بعدين انا هعمل ان شاء الله فيديو نحل فيه انتحانات دي هي تاني بزبط في اخر المنهج هو اصلا ما انا خلص بس في الجزء على الـ مهم ايه هي the act of writing down the terms and conditions of an agreement هنكتب بقى نكتب العقد نفسه نكتبه نصيغه drafting يعني صياق صياقه زي ما قلنا ايه الحاجة اللي بتشير الى المبادئ الخاصة بك انت شخصيا اللي بتتعلق بالصح والغلط ده الدرس اللي شرحنا بقى ايه اللي حضر معنا لو ما حضرتش مش مشكلة ده هتاخده في الدرس اللي انا نزلته على القناة اول اول سكشن اه مين الناس اللي بيتأثروا فقط مجرد تأثر دول اسمهم stakeholders طب لو بيتأثروا بشدة قوي بقى وطلباتهم اوامر والـ objectives must be satisfied دول الـ key project stakeholders كده خلصنا الاجابات تحت ايه ختمنا الدرس اختم بالخاتمة جميلة جدا خاتمة الخريدة البهية اخر المنظومة للشيخ احمد الدردير المالك الازهري رحمه الله بيقول فيها كلام جميل جدا ولك وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناء وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورة وكن على بلائه صبورة وكل امر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر فكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمة والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام وآل البيت المطهرين ورضي الله عن شيخ مشايخنا الشيخ أحمل الدردي شيخ شيوخ مشايخنا فربنا يرضى عن الجميع ويلحقنا بإيه؟ بضربهم آمين يا رب كده خلصنا الدرس نتقبل الدرس الجاي بإذن الله تعالى قل لي أي تعليق عندك في التعليقات تحت ودعوتك السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله